بسم الله الرحمن الرحيم ان انا اقول لك ان انت فاشل حتى في الفابركة هناك فاشل يعني ايه او انا ليه بدأت اقول هذه المقدمة بدأت اقول هذه المقدمة عشان الجواب اللي هيظهر لحضراتكم على الهواء مباشرة على البيت الكبير ده جواب من المفترض انه جواب مفبرك او جواب محطوط على السوشال ميديا حد من فابركه هو فاشل اللي فابركه فاشل طبعا لانه حتى الكلام اللي مكتوب حضحك حضراتكم معايا على هذا الكلام السيدة الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذ الاتحاد كرة القدم المصري الموضوع بشأن مباراة كذا كذا حرصا من النادي الاهلي تخيل حضرتك ان النادي الاهلي سايب كل حاجة وبيتكلم على الشورت والتيشورت بتاع نادي الزمالك ماشي اعتراض النادي الاهلي اعتراض النادي الاهلي بيعترض على لبس نادي الزمالك بالمناسبة في اللوائح والقوانين النادي رقم واحد هو اللي بيختار او النادي بطل الدوري هو اللي بيختار يلبس ايه هل حد في جمهور النادي الاهلي ما عندوش او عندو شك ان النادي الاهلي عارف كويس جدا في اللوائح وبالتالي النادي الزمالك من حق ان هو يختار يا بيض يا ابيض فزرق يا ازرق فزرق هو من حق ان هو يختار وما حدش له ان هو يتدخل في هذا الامر لكن هذه هي اللوائح وبالتالي اكتر نادي بينفذ اللوائح في مصر هو النادي الاهلي فده أولا واستنادا للفقرة ثلاثة من القانون كذا من لاحية النظام الأساسي اللي فيه فلا تقرر الفريقين زي مختلف وكذا كذا علما بأن نادي الألي في الآخر يعني سيرتدي القميص الأحمر الشرط الأزرق والجوارب الحمراء في هذه المباراة أولا السنة دي احنا ما عندناش شرط أزرق السنة دي احنا ما عندناش شرط أزرق يعني حتى الفشل بيصل إلى الفبراكة طيب نزل لي تحت شوية بقى في الجابل إنه ده بقى مربط الفرس وده اللي حنتكلم عليه القائم بأعمال المدير التنفيذي سعد شلبي دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي احنا ما عندناش قائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي من سنة وشوية فحتى فاشل في الفبراكة اللي بيفابرك هذا الجواب هو رجل الفاشل ما ينفعش الجواب ده القائم بأعمال المدير التنفيذي سعد شلبي دكتور سعد شلبي مدير عام النادي أو المدير التنفيذي للنادي الأهلي منذ أن تم بقرار مجلس إدارة الجديد اللي هو تم انتخابه في 11 اللي فات فاحنا ما عندناش قائم بأعمال المدير التنفيذي جماعة من فضل حضراتكم احنا دخلين على مباراة كبيرة جدا مباراة مهمة جدا مباراة باسم مصر انا مش هربض على حد دلوقتي بالمناسبة لانه احنا زي ما قلت لحضراتكم دخلين على مباراة كبيرة جدا ومباراة باسم مصر تتكلم عن النادي الأهلي هذا النادي الكبير والعريق تتكلم عن النادي الزمالك برضو النادي الكبير والعريق لكن في النهاية تتكلم عن اسم مصر في ظل هذه الظروف لازم كلنا نحافظ على اسم بلدنا لازم كلنا نقف على بلدنا لازم اللعبة تبقى عارفة وانا متأكد من لعبة الأهلي وعارف ان لعبة الأهلي بيتم لما بنيجي نتكلم معاهم أو لما رئيس البيعسة يجي يتكلم معاهم أو لو المدير الفني أو المدير الكرة بيتكلم معاهم بيقول لهم نحافظ على اللوايح والقوانين جوه الملعب ده ضروري مليون في المية لأن ملايين البشر حيتفرجوا على هذه المباراة فمثل هذه الجوابات المفبركة اللي بتعرض في هذا التوقيت تحديداً إيش معنى؟ وليه؟ وعشان إيه؟ فاكرين جواب الحكم مهدي عبيد؟ اللي كان فيه نهاي بطولة الأفريقية أو قبل نهاي البطولة الأفريقية اللي كان في الترجي وتحاول أو حاول البعض أنه هو يعمل مشكلة مع فريق الترجي ومع تونس وبيسخنوا جمهور الترجي على الأهلي رغم أن الجواب أنه هو ساعتها يعني كان واضح أنه هو جواب مفبرك عشان كده أنا أول حاجة بدأت بيها قبل ما أقول لحضراتكم أن العيبة وصلت والإمارات والناس هتعمل إيه؟ والدنيا ماشي إزاي؟ لكن حبيت أقول لحضراتكم خلي بالكم في هذه الفترة هناك من يريد أنه هو يعمل فتنة أو يأخذ نفسك تانية فخلي بال حضراتكم من الكلام اللي بيتقال أنا وريت حضرتك نحن من السنة اللي فاتت لغاية دلوقتي من اليوم اللي تم في انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد ومجلس إدارة جديد تم فيه اتخذ قراراً بعدها في أول اكتبع مجلس إدارة بتعيين الدكتور سعد الشلبي مديراً تنفيذية للنادي الأهلي فما عندناش قوان بعمل المدير التنفيذي كدب في كدب في كدب فبراكا فبراكا أنا مالي يعني طبعاً نادي الزمالك يلبس اسود يلبس أبيض يلبس أزرق يلبس هو النادي اللي محتوط اسمه رقم واحد وبالتالي هو اللي من حقه إن هو يختار كمان يعني بروتوكلياً ولائحياً هو النادي الزمالك اللي من حقه إن هو يختار فمن فضل حضراتكم خدوا بالكم من الكلام اللي بيحصل خدوا بالكم من هذه الفبركة وليه بتحصل وليه دلوقتي على الجانب الآخر الجبلية توضح لكرة حقيقة طلب أو حقيقة خطاب قمسان السوبر كشف مصدر مسؤول بالاتحاد المثل لكرة القدم حقيقة الخطاب المتداول والذي زعم أن إدارة نادي الآلي أرسلته للجبلية لتسجيل اعتراضه على ارتداء الزمالك الزي الأزرق في لقاء السوبر ضد الأحمر ومن المقرر أن ألتقي الآلي الزمالك في تمام الساعة السابعة في مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة في مباراة السوبر المحلي على ملعب هزة بن زايد بنادي العين الإماراتي كمل كمل لو سمحت طيب ويعني أن هناك مصدر في اتحاد كرة القدم نفى وصول أي خطابات لاتحاد كرة القدم بهذا الشكل وبالتالي أنا بس حبيت أن أنا أحذر جمهور النادي الأهلية جمهور المصري عموما أن أنا عارف أن هناك في ناس كتيرة جدا بتوقعوا تتفرج علينا فحبيت أن أقول لحضراتكم خلي بالكم من مثل هذه الأمور عشان إحنا في النهاية بنمثل بلدنا أي كلمة حنطلع النهاردة ونتكلم فيها فإحنا بنمثل مصر النادي الأهلي بيمثل مصر والنادي الزمالك بيمثل مصر أيضا وبالتالي عايزين نبص بقى على النواحي الفنية إيه اللي حيحصل الفترة اللي جاية بقى في النواحي الفنية لأن النادي الأهلي أنا متأكد مليون في المية مش من حق أن أنا أتكلم على حد تاني لكن أنا أتكلم عن النادي الأهلي أنه أنا متأكد مليون في المية أنه سيمثل مصر على أفضل شكل إن شاء الله النهاردة فرقنا وصل بالسلامة إلى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسط استقبال حافل من جمهور الأهل العظيم في المطار في أبوظبي استعدادا لمباراة السوبر المصري وإن شاء الله اللي حتكون يوم الجمعة 28 أكتوبر على استاد هزاع بن زايد في العين بحقيقة العادة جمهور الأهل العظيم وفي أي مكان ورانا دي وفريقه سواء كرة القدم كرة السلة كرة الطيرة أو اليد مش ده كلامي ولكن ده اللي احنا شفناه فندم على مدار الأشهر اللي فاتت سواء في الكويت أو في السعودية أو للإمارات جمهور الأهلي في كل مكان بيدعم ناديه وبيشجعه زي ما حضراتكم شايفين دي لقطات وصول بعثة النادي الأهلي إلى الإمارات العربية الشقيقة إن شاء الله تكون مباراة أو تكون فالخير الدكتور محمد شوقي رئيس بعتة النادي الأهلي في هذه المباراة واللي حيكون متواجد طبعا بصفة عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لمتواجد مع البعثة السيد خالد مرتاجي أمين السندوق للنادي الأهلي لمتواجد أيضا مع البعثة ولكن دكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة بقرار مجلس إدارة هو رئيس هذه البعثة مجموعة اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين الكل متواجد الكل بيكون حريص دايما على في مثل هذه التوقيتات ان هما يكونوا متواجدين ومركزين هو ده بقى الكلام الحلو ده الكلام اللي أنا بحبه الحقيقة ده الكلام اللي أنا بحبه ده جمهور الاهلي ده حب الاهلي المصري يجمعنا فلسطين دايما جمهور النادي الاهلي في كل مكان سمعنا الأصوات يا سمين دايما المكان لا 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 بنت التشمل ومعنا ستنا انتشا جعل أبطال فالكيبير فالعظيم عديده عمره ومرضه عديد اوه 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 ده كلام مهم جدا وهو ده اللي أنا دايما بشجعه وهو دايما ده اللي أنا بحبه وهو ده دايما اللي أنا بحب أتطرق بشامل كل جمهور النادي الاهلي بيحب يشوف هذه اللقطات هذه الأمور بتخلينا حتقولي واحد اتنين تلاتة إن شاء الله لو كانوا نص واحد يعني بشجع نادي الاهلي احنا عارفين احنا دايما عارفين إن واحد من جمهور الاهلي بيسوي كتير جدا 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 واللي بيش مصدق هذه المقولة يعني حرجعه الايام السفاقسي وتعرفوا ايام السفاقسي كان فيه عشرين واحد في الاستاد او تلاتين واحد في الاستاد وقدرنا نكسب هذه البطولة كابتن سمير عدلي طبعا المدير الإداري الكبير الحقيقة فيه النادي الاهلي ولحظات استقباله للبعثة ووجوده في المطار واستقباله لبعثة النادي الاهلي في الامارات زي ما حضراتكم شايفين كلام حاجات مهمة جدا هتقولي انت كل شوية هتجب لنا الجمهور ما هو في الاخر يا جبا احنا عايشين عشان الجمهور احنا بنعمل اي حاجة عشان خطر الجمهور اللي موجود ده فخلي بالحضراتكم احلى حاجة في الدنيا هو الجمهور اللي حضراتكم شايفينه والحقيقة ناس كتيرة جدا بتبعثلي على التليفون وتقولي يعني احنا دايما في ظهر النادي الاهلي وحنفضل دايما في ظهر النادي الاهلي وده المتوقع الحقيقة من جمهور النادي الاهلي خلينا نروح نشوف اول التقارير عندنا السوبر يا اهلي ونرجع تاني ونكمل كلامنا الحقيقة كالعادة كل ما تبقى مستقر وماشي كويس ونتائجك كويسة لسه بدري طبعا لكن من الواضح ان هناك استقرار كامل في النادي الاهلي في كل شيء الحقيقة تلاقي كده حاجات طلقت فجأة على السوشال ميديا علشان تعملك المشاكل هي حاجة تفهل حقيقة في الظهر لكن هي مهمة جدا جدا عشان كده يعني حرجع برضو لقصة جواب المضروب اللي موجود على السوشال ميديا الحقيقة لانه مهمة جدا جدا ان احنا ناخد بالنا من مثل هذه الامور في مثل هذه الاحداث الكبيرة احد الاصدقاء بعيتلي على تويتر دلوقتي وبيقول لي يعني يا كابتن اسلام رد على فلان الفلاني ده وقول كذا عشان يعني صدقوني في ناس كده لما تفضل تتكلم وتقعد تتكلم سبوهم يتكلموا احنا بنختار الوقت اللي احنا بنرد فيه وبنرد بطريقتنا وباسلوبنا وباخلاقنا ما بنردش باخلاق حد ولا بنرد على حد باخلاقه ابدا ابدا احنا دايما داخل النادي الاهلي انا بقولش اسلام انا بقول داخل النادي الاهلي دايما بنعمل بهذا الشكل وبنمشي بهذه النظرية من ساعة ما الواحد عارف في النادي الاهلي وحتى هذه اللحظة واعتقد هتفضل سنين طويلة جدا 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 لان دي مبادئ واخلاق بيتوارثها اجيال وراء اجيال في النادي الاهلي وليس مجرد كلام بنقوله فمن فضل حضراتكم خلينا نركز في فريقنا ونركز في ملعبنا اللي عايز يشتم واللي عايز ينتقد واللي عايز يقول أي حاجة علي أنا شخصياً ما عنديش مشكلة على أي حد في النادي الأهلي حتيجي تتكلم على النادي الأهلي لازم حرد زي الجواب كده حتيجي تتكلم على النادي الأهلي حرد وحرد رد محترم بكل المقاييس ولكن حخلي حضراتك تسكت لكن تتكلم عن شخصي الناس عارفة قد إيه الكتب موجود وقد إيه أن كل حاجة بيتقال فيها كلام كتير جداً جداً هذا الكلام غير صحيح غير صحيح فمش محتاج أن أنا رد نصدقوني في حاجات شخصية خلينا دايماً نفكر في اللي قدامنا نفكر في الهدف اللي قدامنا عايزين نفكر في يوم الجمعة وبعد يوم الجمعة إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز بهذه البطولة وبعد كده نفكر في اللي بعده نفكر في الدوري نفكر في البطولة الأفريقية نشوف هنعمل إيه الدنيا هتبقى ماشي أزاي هو ده اللي احنا عايزين نفكر فيه مش عايزين نفكر في حاجة تانية لكن عشان كده أنا أتمنى برضو إن يكون أو اللي إذا وصل أو وصلنا للي عمل هذا الجواب المفبرك الغريب جداً والمضروب جداً واللي واضح إنه هو مفبرك يجب أن يتم حسابه قانوناً لأنه اللي تداول هذا الجواب الحقيقة بيسعى إلى أمور أخر لأن اللي بيحصل ده هو كلام غير صحيح غير صحيح ده أنا بقول لحضرتك حاجات صغيرة موجودة في الجواب كده لما تقعد تقرأ كأهلاوي حتشوف إن الكلام اللي مكتوب ده كله غلط لكن أيضاً خرج تصريح رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم بنفي هذا الجواب جملة وتفصيلاً الحقيقة أنا مش عارف الظاهرة دي هتنتهي إمتى؟ لأنه يجب أن تنتهي هذه الظاهرة ويجب نحن نعرف مين اللي عمل كده ويتم حسابه قانوناً هو فاشل واضح حتى في الفبراكة فاشل لكن و يعني ده اللي أنا أقدر أقوله ومزور لأن ده مش خطاب حقيقي فعايزين نعرف مين اللي عمل كده لأن يجب أن يتم حسابه يجب أن لو حاسبنا حد زي يعني عرفنا مين اللي عمل وتم حسابه قانوناً أعتقد الموضوع هينتهي محدش هيقدر يعمل كده تاني محدش هيقدر يعمل كده تاني إن شاء الله يوم الجمعة 12 ألف ونص أهلاوي يكونوا موجودين شجعوا فريقهم بمنتهى الاحترام ومنتهى الأدب إن شاء الله أنه دي الأهلي يعمل ما عليه الحداشر اللي هيلعبه والخمس سغيرات إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نفوز بهذه البطولة لو لقدر الله حصل حاجة تانية أنا متأكد إن سيكون هناك عدالة تحكمية إن شاء الله أو أتمنى أتمنى عشان محدش يقولك أنت قلت أنت متأكد أنا أتمنى أن يكون هناك عدالة تحكمية وكل الأخبار اللي جاية بتقول إن هو حيكون حكم من النخبة حكم من الكبار لأنه كلتنبرج اللي بنفسه هو اللي بيقود هذه المفاوضات وبالتالي خلينا نشوف الحكم حيكون مين حيكون في عدالة تحكمية أتمنى أتمنى إن هي تكون موجودة عدلة تحكمية مع عدلة جماهيرية في التواجد بـ 12 ألف ونص للفريقين هنا 12 ألف ونص وهنا 12 ألف ونص هنشوف مبارا حلو وحنشوف برضو جمهور الأهلي حيفرق في إيه أنا بقول لحضرتك كواحد يعني عاش في الملعب شوية وشاف جمهور النادي الأهلي بيعمل إيه يفتكروا ماتش الكاس كده 4-3 أنا بفكركم بحاجات أنا كنت فيها عشان كده بقول لكم الواحد شعوره كان إيه عمرنا عمرنا هذا الجيل من اللاعبين ما فكر في ثانية أن إحنا حتى للدقائق الأخيرة لغاية لما بطريكة جابت جون بعد ما بطريكة جابت جون التعادل في ماتش 4-3 بنفكر في اللي بعدك يعني عايزين نلحق نجيب التالت بسرعة دخل فينا التالت لا عارفين أن إحنا هنتعادل أحمد صديق نزل عمل لقسامة حسني جاب جون التالت التعادل وبعدين الرابع هذا هو النادي الأهلي وهذا هو إسلوب النادي الأهلي وهذه هي طريقة النادي الأهلي عمرنا ما بنقف عمرنا ما بنائس دايماً بنفضل وراء فريقنا لغاية آخر ثانية وآخر دقيقة وفي الآخر النتيجة دي بتاعت ربنا في الآخر النتيجة دي بتاعت ربنا كل المجهود وكل الدعم وكل حاجة حلوة هتبقى موجودة إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي في الملعب إن شاء الله كولر يستطيع أن يتخذ القرارات الكويسة اللي إن شاء الله تبقى مناسبة لهذه المباراة من الناحية الفنية وبعد كده ربنا يكرمنا إن شاء الله ونكسب هذه المباراة هو ده اللي نقدر نتكلم فيه دلوقتي هو ده دايماً اللي هنتكلم فيه خلال اليومين ثلاثة اللي جايين علشان الكل يعلم أن النادي الأهلي كل تفكيره هو هذه البطولة اللاعبين الحقيقة أنا قبل ما بطلع مع حضراتكم بتكلم مع الكرو طاقم العمل اللي موجود هناك في الإمارات سألتهم قالوا لي يا كابتن إسلام إحنا اللعيبة مركزة جداً 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 جابعاً مركزة يعني لسه يومين ولا ثلاثة قالوا لي والله يا كابتن من وإحنا في الطيارة اللعيبة مركزة جداً هنحاول دلوقتي نجيب لكم زميلنا فاروق صلاح من الإمارات يقول لنا أخبار الفرقة إيه ويقول لنا الدنيا ماشية إزاي فكل الناس مركزة في حاجة واحدة بس هو إن شاء الله أن ربنا يكرمنا ونقدر نفوز في المباراة القادمة هو ده اللي أنا أقدر أقوله هنبذل كل المجهود لكن النتيجة دي برضو بتاعت ربنا عم إسلام أنت كل الشوية هتقعد تقول لنا النتيجة دي بتاعة والله العظيم ثلاثة هذه هي الحقيقة وزي ما كنت بقول دايما الناس كانت تقول لك إيه إنه الأهلي أو بعض الناس دلوقتي تقول لك إن الأهلي خايف من هذه المباراة بالمناسبة وأنا لو مش خايف من المباراة في فرق ما بين الخوف والتركيز ده أولا لكن أنا لو مش خايف أو مركز في المباراة بشكل جيد مش هعرف أكسب المباراة بالمناسبة يعني يقولوا لي إيه أصل الجيل بتاعكو كما بينزل مش فارق معاه لا فيش حاجة يسمعها مش فارق معاه المباراة الأولى اللي كسبناها ضد الزمالك وبعد كده احنا قعدنا فترة كسبنا كل المباراة ضد نادي الزمالك لكن كل المباراة كان بتبقى أصعب بالنسبة لنا بالنسبة لنا كلعبين احنا مباراةنا كنا بنصعبها على نفسنا نقول احنا هنكسب الزمالك عشان ناخد الدوري هنكسب الزمالك عشان نوصل نهاية أفريقيا هنكسب الزمالك عشان ناخد الكاس وهكذا فمحدش يودينا للاتجاه ده خلوا المباراة في الملعب خلوا المباراة فنيا في الملعب لأنه فيها فعلا مباراة مختلفة مباراة أهلي وزمالك مهما نقول ومهما نقعد نتكلم هي مباريات مختلفة من الناحية الفنية كل مدير فني بيبقى لها وجهة نظر بيحاول يطبقها من خلال الملعب فميستر كولر هيقدر يطبق نظريته بعد ما يتفرج على الزمالك الفترة اللي فاتت دي حنشوف ده حيبان في الملعب على الجانب الآخر ميستر فريرا هل هيقدر يطبق نظريته اللي هي اقفل بشكل جيد ولعب على هلاجمات السريعة والخاطفة عشان تقدر تيبقون والتاني والتالت حاجة هنا واضحة جدا جدا وطريقة لعب وخد بيوم دوري وكاس لكن هل هتقدر تقف النادي الأهلي يقدر يعمل كده ده من النادي الأهلي بيكون هو المستحوز على الكورة بشكل كبير ففنيا ان شاء الله نشوف مباراة حلوة وان شاء الله ان شاء الله النادي الأهلي يستطيع ان يفوز في هذه المباراة زي ما قلت لحضراتكم انا دايما قبل ما بقى داخل مع حضراتكم باسأل التاقم العمل اللي بيبقى معنا او في السفرية مع الفريق نسأله نقول له اخبار الدنيا ايه والامور ماشي ازاي علشان نتطمن على الفريق وبيننا وبين بعض كده يعني انا بقول حاجة كده لحضراتكم فبيقولولي لا كابتن الفرقة مركزة جدا الفرقة يعني ما بيفكروش في حاجة غير في المباراة واسعاد جمهور النادي الأهلي ان شاء الله يوم الجمعة القادم خلينا نروح لزاملنا فاروق صلاح من الامارات ونعرف اخر اخبار بعثة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي زكا فاروق الحمد لله على السلام اولا برحب بك كابتن اسلام وبرحب بكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان اولا طبعا نحكي لنا كواليس وصول بعثة فريق الكرة الى الامارات عايز اخد من كلام حضرتك كابتن اسلام من المباراة في عيون لعيب النادي الأهلي في عيون الجاز الفني الهدف الاول والاسمة بالنسبة لكل لعيب النادي الأهلي هو كيفية اسعاد جمهور النادي الأهلي مرحلة كانت صعبة جدا الموسم الماضي ولدت حوافز كتير عند اللعيبة المنتظرة هذه المباراة قبل ما نروح لهذه النقطة نتكلم على التفاصيل وكواليس رحلة النادي الأهلي والتوجه من مطار القيراء الى مطار ابو ظبي اللي كان وصلنا في رحلة طيران استغرقت ثلاثة ساعات ونصف كان وصلنا في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت الإمارات الخامسة ونصف بتوقيت القيرة طبعا كان في استقبال بعثة النادي الأهلي الأستاذة نوها القناوي القنصل الصفارة المصرية هنا في الإمارات العربية المتحدة الى جانب الكابتن سمير عدلي اللي كان سبق الحضور إلى الإمارات قبل بعثة النادي الأهلي طبعا برفقة الكابتن سيد عبد الحفيز لتنسيق كافة الأمور مقر الإقامة ملعب التدريب كافة الأمور الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي بعثة للنادريالي إلى جانب طبعا معاني الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادريالي وجود أيضا المهندس خالد مرتجي أمين صندوق للنادريالي أستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادريالي والتواصل اللي بيتم مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادريالي اللي كان حريص النواء يتطمن على كافة الأمور الخاصة ببعثة فريق النادريالي باللاعبين بالجهاز الفني الوقوف على كل كبيرة وصغيرة حالة من الحماس شفناها في عيون جماهير النادي الآلي اللي كانت في استقبال بعثة النادي الآلي لدى الوصول لمطار أبو ظبي الجميع كابتن إسلام أجمع على رسالة مهمة السوبر يا أهلي السوبر رقم 12 إن شاء الله يزين دولاب بطولات النادي الآلي في حماس وفي تركيز عند اللعيبة منعكس على الجمهور يعني تبص في عيون الجمهور في عيون اللعيب أعتقد الرسالة مش محتاجة أنت تاخد وقت كتير جدا كابتن إسلام لمسين هذا الأمر يعني خلال رحلة الطيران حدثنا مع بعض اللعبين حدثنا مع أفراد الجاز الفني الجميع بيفكر في أن المباراة أهميتها ليست على مستوى لأنها ديربي ومبارامة بين الأهلي والزمالك وطبعا حضرتك عارف أهمية تزيل المباراة وخط الكثير من المباريات اللي كلها طبعا انتهت بفوز النادي الآلي اللعيبة مركزة في هدف اللعيبة أهمية كله في السريع بالضبط يا كابتن إسلام بالضبط ومباراة مهمة كمان يا كابتن إسلام أيضا سواء مباراة يعني مباراة كاس مصر أربعة ثلاثة برضو من المباراة المهمة جدا اللي كانت مبينة للأهلي والزمالك مجموعة من المباراة طبعا فالأمر ده منعكس على الأبين لأنه عارفين طبعا يا كابتن إسلام وحضرتك عارف قيمة هذه المباراة بالنسبة للعبين وبالنسبة أيضا لجمهور النادي الأهلي اللعيبة مركزة اللعيبة يعني عايز أقول لحضرتك كده بلغة الكرة مستنية هذه المباراة اللعيبة يعني الموسم الماضي زي ما قلنا ولد حوافز كتير جدا عند اللعيبة اللي هي عايزة إن شاء الله لو تبدأ الموسم مع مستر مارسل كولر بإن شاء الله بالتتويج ببطولة السوبر المصري يتبقى إن شاء الله توفيه ربنا إن شاء الله عايز أقول لحضرتك أيضا على الحسن الاستقبال هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحنا يعني نعتقد يعني الكلام بالضبط يا كابتن إسلام مش جديد على الإمارات العربية المتحدة والعلاقة اللي بتربط ما بين الشعبين الشعب المصري والشعب الإماراتي سواء على يعني بحس أننا في بلدنا أيضا للشعب الإماراتي أو المسؤولين الإماراتيين يبقوا موجودين في مصر بتبقى بلدهم ده بيأكد على عمق العلاقة اللي بتجمع ما بين الدولتين وهو ده الهدف الأسمى كابتن إسلام أيضا هنا كان يعني بعد الوصول إلى مطار أبوظبي تم التوجه إلى مدينة العين اللي بيقيم فيها فريق النادي العلي وهي بتبعد عن مدينة أبوظبي بساعة ونصف طبعا فيها مقر إقامة النادي العلي وفيها أيضا استاد هزاع بن زايد اللي يصطديف أحداث اللقاء واحد طبعا من الاستادات اللي هي المصنفة عالميا وليست على النطاق العربي فقط واحد من أفضل الاستادات الموجودة ودائما يعني بنقول إن استاد هزاع بن زايد هو وش الخير على جماهير النادي العلي إن البطلطين اللي طوق بيهم النادي العلي اللي هي الكأس السوبر هنا في الإمارات كانوا على استاد هزاع بن زايد أمام الزمالك 3-2 وأمام المصري بهدف لوليد أزارو فيه اهتمام إعلامي شايفينه لدى وصول الفريق إلى مطار أبو ظبي أيضا التوجه إلى فندوق الإقامة عادة كبير جدا من وسائل الإعلام في الإمارات حريصين لهم يستقبلوا بعثة النادي العلي عادة كبير جدا من جامعير النادي العلي كان موجود أمام مقر إقامة فريق النادي العلي في استقبال البعثة يشد من أزر اللعيبة شايفين رسائل مهمة جدا نتمنى إن شاء الله أنها تنعاكس على أرض الملعب بإذن الله كابتن إسلام بكرة البرنامج إياه فاروق بالتحديد بقى البكرة كابتن إسلام انت حادك عارف أن الفريق سيأخذ التدريبين التدريب الأربعة وتدريب يوم الخميس إن شاء الله خلينا نبدأ في اليوم غدا بمشيئة الله غدا بمشيئة الله يكون التناول اللاعبين لوجبة الإفطار في تمام الساعة 11 صباحا ثم وجبة الغداء ستكون في تمام الساعة الثانية ثم التحرك إلى ملعب العين والمناسبة هو سيستضيف تدريب النادي الأهلي غدا ملعب نادي العين الإماراتي خلييني أكد ونشكر مسؤولي نادي العين الإماراتي طبعا والعلاقة التي تمتع بها النادي الأهلي ليست في الإمارات ولكن في كافة الدول العربية العلاقة التي تجمع ما بين الشعوب النادي الأهلي وكافة الأندية العربية سيستضيف ملعب نادي العين الإماراتي وتدريب النادي الأهلي اللي يكون غدا إن شاء الله في تمام الساعة السادسة يوم الخميس طبعا يكون تدريب الأهل الرئيسي على ملعب هزاع بن زايد وحتى الآن يا كابتن إسلام لم يتم تحديد هل الأهل اللي هو اللي يتدرب يوم الخميس الساعة سبعة أو نادي الزمالك هذه الأمور هيتم تنسيق فيها غدا بمشيئة الله إن شاء الله يعني على مدار اليوم هيتم بتحديد توضيح هذا الأمر هل النادي الأهل هو اللي يؤدي تدريبه الأول على أستاذ هزاع بن زايد أم نادي الزمالك عايزة أطمنك أيضا على الحالة الفنية الحالة الطبية طبعا الكابتن سيد عبد حفيز في جلسة سريعة جمعتنا بينه ما بين مستر مارسل كولر حاول إنه هو تطمن برضو على كافة الأمور من ملعب التدريب من كافة هزيل فاروق بما إنك بتتكلم عن مارسل كولر طمنا برضو على مارسل كولر أول مباراة يعني أمام نادي الزمالك نفس الكلام أيضا هو أول مباراة بطولة كمان شايفوا عامل الزهل فيه هناك تغير عن الفترة اللي فاتت أنت دايما بتكون موجود مع الفريق يعني خلينا أقول لك كابتن إسلام مستر مارسل كولر واحد من المدربين اللي يعني المنظم جدا بيركز على تفاصيل في غاية الأهمية مستر مارسل كولر كان مقسم المرحلة الماضية باللقائين الاتحاد المنستيري أفى الملف الأفريقي فتح ملف الدوري خاض لقائين أمام الإسماعيلي أمام أسوان حقق الانتصار في هذه المباراة عقب انتها مباراة أسوان بدأ مستر مارسل كولر التحضير لمباراة الزمالك خلينا أقول لك أنه في جلسات جامعة ما بينه ما بين ياسين المكاري طبعا اتفرج ويتابع أداء نادي الزمالك في الأربع مباراة اللي خاضهم في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وأيضا اللقائين اللي خاضهم أمام سموحة وأمام سيراميكا للوقوف على كافة التفاصيل خلال تواجده في الطائرة طبعا استخدام أحد الأجهزة الإلكترونية طبعا لمتابعة كافة التدريب أو كافة الأمور أو مباراة نادي الزمالك بعض الفيديوهات مجمعة مستر مارسل كولر للوقوف على نقاط القوة والضعف الفارق معه جدا أن المباراة مباراة بطولة هو عايز يبقى أول يعني بداية الموسم طبعا والحاجات تبقى مؤثرة جدا مع المدرب أو مع الجمهوري أنها تكون بطولة من الحاجات المهمة جدا اللي هو مستر مارسل كولر بركز عليها موضوع رقلات الترجيح يا كابتن إسلام كنا بنكلم في هذا الأمر إن رقلات الترجيح إن النادي الأهلي خلال يعني تابع هو طبعا سجل لبطولة كأس السوبر وإن النادي الأهلي متوج بـ 11 بطولة كأس السوبر وشاف إن الأهلي فقد يعني بطولة بطولة السوبر في أكثر من مناسبة عن طريق رقلات الترجيح والأمور اللي يشتغل عليها طبعا التركيز إنهان إنهاء المباراة خلال التسعين دي وأيضا فهيفرض وقت أيضا لرقلات الترجيح في التدريبات القادمة بإذن الله لكن الثقة اللي احنا شايفينها في مصر مارسل كولر منعكسة على اللعبين إن شاء الله تتوج إن شاء الله كابتن إسلام بي الفوز بالكأس إن شاء الله والعودة إلى القاهرة والنادي الأهلي متوج بي الكأس السوبر رقم 12 بإذن الله يا رب إن شاء الله أخيرا طميني على حالة المصابين جميعا أقدر طمينك طبعا يعني لم يتوجد طبعا مع باسة فريق النادي الأهلي أليو ديانج اللي طبعا إصابته بشد في العضلة الخلفية طبعا زي ما قلنا أو تم توضيح هذا الأمر أن فترة الغياب أليو ديانج هتبقى ما بين أسبوعين لثلاثة الأسابيع طبعا انضم البعثة النادي الأهلي بدينا لأليو ديانج أحمد نبيل كوك لعب النادي الأهلي والمنتخب الأوليمبي اللي تم التحاق ببعثة فريق النادي الأهلي اليوم محمد عبد المنعم برضو عايزة أمن حضرتك عليها كابتن إسلام محمد عبد المنعم كان اشتاكى طبعا من الالتحام في الأنف ويعني حدوث إصابة لي في الأنف لكن دي لن تعيقوا إن شاء الله عن أداء المباراة طميننا من الدكتور رحمد أبو عبل طميننا أيضا من محمد عبد المنعم جاهز إن شاء الله لهذه المباراة واحد من الأوراق المهمة عايز برضو يا كابتن إسلام أطمينك على أطلبس الكابتن محمد الشناوي الكابتن أيمن أشرف وأحد السم المستمرة مع اللعبين عمر السليا حمد فتحي دور كابتن للنادي الأهلي في تحفيزه خلق دوافع للعبل للنادي الأهلي الأمور الطبية الأمور الفنية إن شاء الله كلها على أفضل ما يكون إن شاء الله كابتن إسلام بطولة إن شاء الله تكون مهمة بإذن الله وتضاف لبطولات النادي الأهلي طيب إعلاميا الأمور عاملة إزاي في الإمارات يعني اهتمام إعلامي اهتمام إعلامي كبير جدا بالفعل كابتن إسلامي اللي لمسينه منه لدى وصول للنادي الأهلي يعني الكليه حديث مع بعض وسائل الإعلام قال يعني إحنا منتظرين قدوم للنادي الأهلي منذ يعني الإعلان إن استضافة السادة عزيزاع بن زايد أو استضافة الإمارات لكأس السوبر لنسختين نسخة هذا العام والنسخة القادمة بإذن الله اهتمام إعلامي دائما قيمة النادي الأهلي هي تصنع الحدث يا كابتن إسلام يعني وجود قيمة النادي الأهلي الجميع بيتكلم على قيمة النادي الأهلي الجميع بيعي تماما وعايز أقول لك كابتن إسلام النادي الأهلي واحد يعني بيتمتع بشعبية كبيرة جدا هنا من الأوساط في الإمارات من وسائل الإعلام من الجماهير عايز أطمنك أيضا أني يعني قبلنا خلال تواجدنا في مقر إقامة فريق النادي الأهلي بعض جماهير النادي الأهلي مش من الإمارات فقط كابتن إسلام في جماهير قادمة من السعودية من الكويت من قطر من البحرين من عمان الجميع بيتوافد على الإمارات العربية المتحدة لمسندة ومؤذرة النادي الأهلي الجميع جاي يعني موجود في الإمارات أن نحن نساند النادي الأهلي أن نحن نوصل رسالة أن جمهور النادي الأهلي في كل مكان هو دايما اللي بيرسم عبارة التحدي جمهور النادي الأهلي في كل مكان بيكون هو بداية الانطلاق والوصول إلى بطلاب بإذن الله يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي ولو طبعا حصل حاجة خلال الساعتين القادمتين احنا موجودين على الهواء لو في أي حاجة جديدة تقدر تقولها أنا أشكرك شكرا جزيلا زاملنا فاروق صلاح من الإمارات زي ما حضراتكم شايفين بنحاول دايما نقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل فيه مع باعة النادي الأهلي الموجودة هناك بالقاس الدكتور محمد شوقي ومعهم طبعا نائب رئيس النادي الأهلي السيد العمري فاروق وأيضا أمين السندوق في النادي الأهلي الأستاذ السيد خالد مرتاجي والأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة اللي بيكونوا دايما متواجدين ويبقوا حرصين على التواجد لمؤذرة الفريق والوقوف خلف الفريق طبعا مع اتصالات دائمة مع رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب اللي دايما يوميا الحقيقة بيتواصل عشان يعرف الأخبار وآخر المستجدات والأمور ماشية ازاي؟ إن شاء الله إن شاء الله كابتن محمود يعني حيبان إذا كان حيبقى موجود ولا لأ خلال الأيام القادمة أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخر عزيزي المشاهدين خلينا بقى نذهب لنتائج مباريات اليوم بالدوري العام المصري سموحا بيتعادل مع البنك الأهلي إيجابيا بهدف لكل فريق وطلاع الجيش بيهزم امبي بهدفين مقابل هدف النهاردة لحية المباراة كان فيها أداء قوي ويمكن اللي اتفرج على مباراة سموحا والبنك الأهلي مباراة حلوة الحقيقة يعني نرغم أنه انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد لكن كابتن طريق العشر وكابتن خالد جلال اتنين مدربين كويسين جدا وكبار وعملوا مطش كويس قوي سواء من الناحة الفنية أو حتى من الناحة البدنية الفريق واقف الفريق سموحا واقف على رجله وأيضا فريق البنك الأهلي واقف على رجله وبالتالي اللي اتفرج على هذه المباراة اتفرج على مباراة حلوة طلاقع الجيش مع أيضا كابتن علاء عبد العال بيحصد أول ثلاثة نقاط بعد تعادله في المباراة الأولى مع الدخلية وإمبي خسر النهاردة بعد مباراة قوي يقدمها في الجولة الأولى وتعادله مع بيرامدز بهدف لكل فريق الحقيقة برضو إمبي النهاردة تقدم بالهدف الأول ثم تعادل طلاقع الجيش ثم بعدها هدف تاني لفريق طلاقع الجيش يستطيع أنه يصل لنقطة رقم أربعة في الجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز الحقيقة كنت اتكلمت كتير في موضوع مباراة المنتخب الأولمبي مع إسواتيني لكن النهاردة اتحاد كرة القدم أعلن بنفسه تنسيق الأمور مع نادياي الأهلي والزمالك بخصوص اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر الأولمبي وزي ما اتكلمت عن الأزمة اللي صنعها اتحاد كرة القدم بنفسه كان لازم برضو أن كان في حل بشكل أو بآخر حسب ما أعلن اتحاد كرة القدم وأحمد نبيل كوكا متواجد مع بعثة النهار الأهلي في الإمارات في الوقت الحالي ده مهم جدا جدا في هذا الأمر وبرضو عشان تبقوا حضراتكم عارفين إيه اللي بيحصل في موضوع كمان تحديدا المنتخب الأولمبي الأهلي بيبحث تطوير المنطقة المحيطة بفرع القاهرة الجديدة ده خبر مهم جد بدأ مجلس إدارة الناد الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في التجهيز لافتتاح فرع الناد الأهلي بالتجمع الخامس والمحدد له الأسابيع القليلة المقبلة حيث عقد العمري فاروق نائب رئيس النادي اجتماعا مثمرا اليوم مع المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة استعرض خلاله التجهيزات التي تجرى على قدم وساق لافتتاح الفرع وتفعيل كافة الخدمات المؤدية إلى الفرع والعمل على راحة أعضاء النادي الأهلي شهدت الجلسة الاتفاق على تطوير وتنمية المنطقة المحيطة بفرع النادي والقيام بأعمال الاندسكيب وإنشاء المحاور المرورية الجديدة والمسطحات الخضراء وأعمال الإنارة على النحو الذي يتماشى مع الخطة الحضرية والعمرانية لهذه المنطقة وأيضا تحسين الصورة البصرية للمنطقة المحيطة بفرع القاهرة الجديدة وقامت اللجنة التي يشكلها جهاز تنمية القاهرة الجديدة بأعمال الرفع المساحي والبدء في اتخاذ الإجراءات اللذمة للتنمية المنطقة المحيطة بفرع النادي بالتجمع الخامس ويضع الأهل الترتيبات الأخيرة تمهيدا لافتتاح فرع القاهرة الجديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات وإنشاء الملاعب وأماكن تواجد الأعضاء والحضائق والأماكن الترفيهية والخدمات بالشكل الذي يليق بأعضاء النادي من خلال منظومة خدمات رياضية واجتماعية محترفة تتوافق مع خبرات النادي الأهلي الكبيرة تحاد كرة القدم بيختر النادي الأهلي والزمالك بتطبيق الوقت الإضافي حال التعادل في السوبر نادي طبع تحاد كرة القدم قال إن سيبقى فيه وقت إضافي على شوطين نص ساعة على شوطين لو انتهت المباراة بالتعادل الوقت الأصلي يعني بالتعادل المنتخب الأولمبي يؤدي مرانو الأول بالأسكندرية وبركات يشيد بروح اللاعبين نتمنى رب كل التوفيق للمنتخب الأولمبي في المباراة العودة وكانت المباراة الأولى انتهت بالتعادل السلبي ما بين منتخبنا الوطني الأولمبي ومنتخب إسواتيني وكانت المباراة الأولى بتقام في إسواتيني تحاد كرة القدم يخاطب جنبيا لخوض ودية مع منتخب الشباب في نوفمبر المقبل منتخب مصر وتونس يشاركان في أمم إفريقيا لمواليد 2003 هنجودة تتأهل الأدوار الإقصائية ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة ونجب الكبير وصديقنا العزيز وأستاذنا الحقيقة وأستاذ الإعلام كابتن أحمد شبير بيغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء ألف سلام عليك يا كابتن أحمد الحقيقة أنا كلمت الكابتن أحمد واتطمنت عليه والحمد لله أموره جيدة جدا هو كان هناك ارتفاع بس في ضغط الدم اتطمن على كل ما يخص جسمه الحقيقة هو كابتن شبير ما بينامش كتير فإحنا حتى كلنا يعني أنا بكلمه وقول طولة كابتن لازم تنام شوية لأنه كابتن شبير بيفكر كتير جدا فألف سلام عليه والحمد لله الحمد لله طلع بألف سلامة لزوجته والعيلته والكل محبين كابتن أحمد شبير يعني حاول بقى تريح نفسك يا كابتن أحمد كل محبينك أو كل الناس اللي بتحبك عايزك تريح نفسك علشان إن شاء الله ترجع أقوى كمان من الأول الحمد لله على سلامتك كابتن أحمد شبير طيب آخر حاجة عايزة أتكلم فيها مع حضراتكم وأنا كنت قلت الكلام ده مبارح يمكن قلت لحضراتكم إنه النادي الأهلي أو أليو ديانج محدش عارف إذا كان سيكون موجود يوم المباراة يوم الجمعة القادم ولا لأ الحقيقة النهاردة وده تم تحديده في النهاردة الصبح أنه إحنا عندنا مجموعة لعبين على أعلى مستوى على أعلى مستوى هل أليو ديانج حيفرق؟ حيفرق طبعا وجود أليو ديانج مع النادي الأهلي قوة كبيرة جدا ولكن لما يبقى عندك حمدي فتحي ولما يبقى عندك عمر السلية ولما يبقى عندك من تحته مع أحمد حسن كوكا ولما يبقى عندك أكرم توفي لو عايز يدخله في نص الملعب بتحلقش من حاجة النادي الأهلي مع عمره ما بيكون فريق بينتظر أحد أنا آسف جدا كابت خطيب بطل كورة الله يرحمه كابتن صالح سليم توفى والنادي الأهلي بياخد بطولات الله يرحمه كابتن مختار التيتش توفى والنادي الأهلي بياخد بطولات محمد أبو تريكا بطل والنادي الأهلي بياخد بطولات فكان نفسنا أن يبقى أليو ديانج موجود كنا نتمنى أن أليو ديانج يبقى موجود لكن سلامة اللاعب فيما هو قادم أهم بكتير جدا جدا من هذه المباراة تحديدا لأنه ليه؟ لأنه أنت عندك ثلاث لعبين أو أربع لعبين يقدروا يعني حمدي فتح وعمر السلية يعني إحنا دايما كنا نقول إيه؟ حمدي فتح وعمر السلية وأليو ديانج التلاتة دول من الاتنين اللي هيلعبوا؟ أي هتنين يلعبوا منهم إحنا مبسوطين كأهلوية فإحنا نعتبر أن أليو ديانج موجود بروحه مع الفرقة وإن شاء الله يكون كويس وإن شاء الله يستطيع النادي الأهلي أنه هو يفوز في هذه المباراة وإن شاء الله نادي الأهلي قادر بوجود هؤلاء اللاعبين الكبار سواء حمدي فتحي أو عمر السلية أو أكرم توفيق لو لعب في وسط الملعب أو أحمد حسن كوكا اللي جاي من المنتخب الأولمبي أو أحمد نبيلكوك أنا أسف فأنا مش عايز حضراتكو بس إيه لأنه في ناس كتيرة بعتالي يا كابتن أنت قلت لنا مبارح أنا فعلا قلت كده لأنه لم يكن تم تحديد الأمر النهاردة الصبح خلاص تم تحديد الأمر عشان كده بقول لحضراتكم ما يهمناش قال يلعب كبير جدا 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 وجاب هدف رائع المطش بتاع خمسة ثلاثة ولكن الخيرة في مختاره الله واللي موجودين أفضل وإن شاء الله يكونوا أحسن ويكونوا إن شاء الله على قد المسئولية وإحنا كلنا ثقة سواء في حمد فتحي أو حتى عمر السلية أو أكرم توفيق أو أيضا أحمد نبيلكوكا عموما دي كانت أخبارنا النهاردة خلينا نطلع فاصل أو خلينا نطلع نشوف تقرير عن مانويل جوزيه هذه الأسطورة الكبيرة جدا في عالم كرة القدم الأكثر تتويجا بالسوبر المصري مع النادي الأهلي خلينا نطلع نشوف هذا التقرير وبعد التقرير فاصل وبعد الفاصل كابتن محمد حشيش وكابتن أحمد عبد الفتاح وحنقول لكابتن محمد حشيش happy birthday to you يا كابتن عقبال مئة سنة كل سنة وانت طيب ويا رب دايما في صحة وفي حال جيد ويا رب دايما تكون موجود معنا هنا في قناة النادي الأهلي نجم الكبير كابتن محمد حشيش النهاردة عيد ميلاده كل سنة وانت بألف خير نطلع نشوف هذا التقرير وبعد التقرير فاصل وبعد الفاصل لنجم الكبير كابتن محمد حشيش والنجم الكبير الكابتن أحمد عبد الفتاح في ضيافة البيت الكبير أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خليني أرحب ديوفي ونجمنا الكبار في هذه الفقرة نجم الكبير كابتن محمد حشيش اللي بنقول له مرة تانية كل سنة وطيب مش هقول كم سنة بس لشان ايه الراجل عمل عمليات كتيرة اليومين اللي فاتوا مش ناقص رب دايك الصحة كابتن ودايما معنا الله يخليك شاكر جدا بنا أخليك أيضا نجم الكبير كابتن أحمد عبد الفتاح زكا بوكباتي الإسلام مبسوط الموجود معك النهاردة مع كابتن محمد حشيش طبعا كردتنا وكل السلام الضابة كابتن إن شاء الله يكون الحلقة كده حلوة النهاردة يا رب بنحاول نجيب أجيال كتيرة من النادي الأهل علشان برضو وإحنا بنتكلم كده بنتكلم عن كل الأجيال كابتن محمد حشيش بيمثل جيل ورايب برضو مش بعيد هتعرف هتعرف الزار خش يا جماعة شوفوا على الإنترنت بيجيب كل حاجة كابتن أحمد برضو بيمثل جيل ومجموعة الأجيال نادي الأهلي دايما ميزة النادي الأهلي جيل ورا جيل ورا جيل الحقيقة لأنه في النهاية زي ما قلت لحضراتكم ما حدش يخدنا للسكة اللي هو عايز يمشي فيها إحنا سكتنا يوم الجمعة إن شاء الله ربنا يكرمنا ونبذل أقصى مجهود نكسب ربنا يكرمنا ونكسب إن شاء الله وهو المتوقع إن شاء الله يا رب لقدر الله حصل أي حاجة تانية ما عندناش أي مشكلة نبص في اللي بعد وتشوف إيه اللي حيحصل كابتن حشيش أعتقد يعني فنيا لما نيجي نتكلم عن مباراة السوبر هي مباراة مهمة أهلي وزمالك حركة لعبته مباراة أهلي وزمالك كتير ما حدش بقدر يتوقع هذه المباراة حقيقة بس أنا هارجع بس الكلمة أنت قلتها من شوية ما حدش يخدنا لسكة تانية عشان أنا لفت نظري كده من فترة كان فيه بعض القنوات متبنية حتة إيه شعار لا للتعصب أوكي القصة يا جماعة مش مسألة شعارات هي القصة أساسا مسألة الموضوع صحيح اللي قوي طبق القانون القانون والعدل مش حابة فيه تعصب إنما ما بقاش الحاجات اللي احنا بنشوفها والتجاوزات والناس اللي عليها حاجات معينة وما بيتعمل لهاش حاجة والحاجات دي الكتيرة دي قوي وبعدين ترجع تقول لا للتعصب ما تشوف تحكيم عامل كده وبعدين ترجع تقول لا للتعصب صحيح ده موضوع خطير جدا يا كابتن إسلام أيو يعني أنا متخيل المتشاط اللي تلعبت اللي هي الصغيرة الأسبوعين اللي فاتوا دول ماتش زي بتاع المحلة والإسماعيلي ده ده كويس إن ما كانش فيه جمهور مالي المدرجات تخيل أنت لو جمهور مالي المدرجات ولقد در الله مثلا المحلة بعد الجوان اللي تلقت والحاجات دي طلع خسرات بكرة في الآخر كنت هتطلب من الجمهور يمسك أعصاب آه هتطلب من الجمهور دايما كده يا كابتن لأن ده النادي الأهلي وده أسلوب النادي الأهلي وده طريقة النادي الأهلي إن إحنا دايما نبقى وقفين فيه بأخلقنا وتعلمنا ده من حضرتك وتعلمنا ده من الأجيال السابقة وكابتن أحمد نفس الكلام دايما ده دورنا وده دور حضرتك آه بنبقى زعلانين ومتدايقين وحاسين إن فيه حاجة غلط بتحصل كل الناس حسن إما تبقى مرة واحدة ماشي خلاص لازم إنما برضو مهنت الحاجة لما بتكرر بتبقى معروفة ومسخة آه بالزبط كتاعم خالص فبالتالي قول زي ما تقول وعمل زي ما تعمل في الآخر النادي الأهلي بيمشي بمبادئه بيمشي بطريقته بيمشي بأسلوبه ولن يتغير زي ما قلت لحضرتك حضرتك تعلمت بتجلي اللي قابلك وعلمت الشباب اللي بعدك واللي بعدك علم اللي بعدك وهكذا وحتفظل الدنيا ماشية بهذا الشكل وهذا الشكل دائما لو بنيجي نرد أو بنيجي نتكلم في أي أمر بنتكلم بأخلاق النادي الأهلي طبعا إن أنت بتشتغل تحت شعار قناة النادي الأهلي وبالتالي فأنت لازم تشتغل بشعار النادي الأهلي وغربة إن أنت علمت ناس كتير قوي آه بس للأسف فيه ناس مش عايزة أتعلم يعني النادي الأهلي علم عندها كتير وعلم جماهير كتير وفي فنون الإدارة والمواقف الكتير والحاجات دي إنما للأسف فيه ناس مش عايزة تتعلم فيه ناس مش عايزة تتعلم هنفضل ماشيين برضو بأخلاق ومبادئ طبعا ولن نجر في هذه السكة ولن نجر ونروح لهذا الاتجاه لأنه مش بتاعنا ومش إسلوبنا ومش طريقتنا فإن شاء الله ربنا يكرمنا في المباريات من ناحة الفنية يعني ما نيجي نتكلم دايما عن مباراة السوبر يا كابتن أحمد زي ما كنت لسه حقول لكابتن حشيش مباراة صعبة وليس لها توقع يعني ما تقدرش تلعب مباراة أهلي وزمالك وتقول مين اللي حيكسب مهما كان مستوى الفريقين أكيد طبعا ما تحسبهاش حتى قبل المباراة شكل نادي الأهلي يا بالمباراة وشكل نادي الزمالك يا ونتيجهم مباراة نادي أهلي وزمالك حالة اللعبة يومها بشكله إيه حالة اللعبة يوم حالة اللعبة وتوقف فيقك أنت كمدرب أو كفرقة يكون عندك مجموعة من اللعبين الفائقة في المباراة دي بتعمل تفوق عن فريق عن فريق عايزين أول حاجة طبعا نطلع لعبتنا برى الضغوط عليها ضغوط لأن خسارة اثنين دورة عام وخسارة كاس مصر دي عاملة ضغوطات شوية اللعبة داخل على مباراة نادي الزمالك نقول الغريم التقليدي بتاعك تلعب على بطولة مباراة فالعيبة محطوطة حد الضغط عايزين يصلحوا جمهورهم عايزين يكسبوا بطولة عايزين يفرحوا الحاجات دي كلها قبل المباراة عاملة ضغط شوية اللعبة عايزين برضو إحنا كأعلام النادي الأهلي كوجودنا خلف لعبة النادي الأهلي نشيل الدغوطات دي عليهم عشان المباراة تبقى أسهل شوية عليهم لكن في المباراة الطبيعية وفي أداءنا الطبيعي بعيدة عن الدغوطات دي لقى لعبة النادي الأهلي الفترة دي الحمد لله بسم الله يا كابتن لو أنا جمهورة حرود عليك وقولك ما هو الضغط ده موجود عليك في وقت وبعد المباراة دي ربنا كرمك وكسبت هتلاقي جمهور بعدها بطولة جديدة لعبة مباراة بعديها في الدوري ولا في أي حاجة وحصل لقدر الله أي تعثر هتلاقي الناس برضو بتقولك أنت فين ومش آدم ما ده ما صيرك كلام النادي الأهلي من بطولة لبطولة مباراة للمباراة بتخرج واخد بطولة تجري على بطولة تانية على طول عشان أنت عينك على طول على نص التدويج على طول لكن احنا المباراة اللي جاية دي الحمد لله ابتدينا ببطولة أفريقيا ماتشين واثنين ماتشين في الدوري الحمد لله عندنا سكوات من اللعيبة الحمد لله تطميننا في كل مركز دلوقتي عندك اثنين لعيبة واحد أو اثنين تشوف واحد ما فيش مشكلة خالص البديل بتاعه يلعب ما عندك مشكلة خالص كان لبخط الظهر مثلا محمود متولي محمد عبد منعيم عندك يسر إبراهيم رمي ربيعة أكرم توفيق محمد هاني معالي معلول كريم فوق أيمن أشرف كريم فوق مرتكلم لكل ما في كل مركز هتلاقي عندك واحد أو اثنين أي حد فيهم ما تعرفش من الأساس ومن اللي احتياطي دي حاجة تطمن أولا جمهور نادي الأهلي تطمن المدير الفن للنادي الأهلي فالحمد لله أتمنى أن التوفيق يلازمنا لفترة الجانية وهي دي الحتة اللي نقصنا شوية الفترة الجانية أتمنى التوفيق وبمعانا إن شاء الله المباراة الجاءة والمتشط الجاءة بإذن الله هنتكلم في هذا الأمر لكن كابتن حشيش يمكن شيء معتاد الحقيقة استضافة بلد شقيق زي دولة الإمارات لمباراة السوبر يعني شيء رائع الحقيقة ويبرز مدى العلاقة الوطيبة بين البلدين مش أول مرة طبعا بالنسبة لدولة الإمارات الشقيقة وعايزين نقول إن جمهور النادي الأهلي في الدول العربية كلها يعني إحنا شايفين الفترة الأخيرة دي بالتحديد السعودية والكويت وعادي الإمارات وبتلاقي النادي الأهلي بيلعب كأنه بيلعب في استاذ سلام صحيح فدي حاجة دي حاجة كمان بتطمننا وبتطمننا دايما وجود النادي الأهلي فسط الجمهور اللي هو الدعم الرئيسي طبعا لنادي الأهلي أنا عايز أقوله بقى من نواحي طبعا الفنية بالنسبة والمباراة دي فضل الضغوط يا أحمد يعني مش غريبة على لعبة نادي الأهلي يعني النادي الأهلي قدر وقدر لعبته عشان كده بنقول إن مش أي لعيب يصلح للنادي الأهلي لأن النادي الأهلي مفيش مباراة سواء بطولة أو مباراة عادية في الدوري أو في الكاز أو 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 ما بقاش عليه ضغوط الضغوط والدوافع في المباراة دي دوافع قوية جدا لأن خلال الثلاث شهور اللي فاتت لازم نعرف إن اللعيبة كانوا مضغوطين جامد وكان عليهم كم من الانتقادات كبيرة جدا جدا ضياع بطولتين الدوري البطولة المحببة البطولات عايزين ناخد بطولة جاية إثبات ذات موشات أهل وزمالك زي ما كابتن إسلام قال ملهاش مقياس مين كويس ومين وحش بس لها مقياس في حاجات معينة يعني عارفة كابتن من ضمنه وإحنا بنتكلم مع بعض نحن النهاردة بنتكلم بشكل عام لكن دايما أنا فتكر لما أعمل كنا بنلقى فيها أن الفترة دي كلها كنا بنكسب على طول نادي الزمالك فكات الناس تقول لك إيه يعني خلاص الزمالك أنا معرفش لكن أنا أنا وبقية اللاعبين اللي موجودين كان دايما إحساسنا إيه أن المباراة الثانية أصعب من المباراة الأولية مباراة الثالثة أصعب من الثانية ومن الأولى كل ما بتكسب مباراة بيبتأ أصعب عليها الخوف أكتر في المباراة اللي بعد بالزبط كده وبالتالي كانت بتضع علينا ضغوط كبيرة جدا جدا الناس عايزة عايزك تحافظ على مسيرتك قدام الزمالك أن أنت تكسب الفريق المنافس وتكسب وتكسب فبالتالي يحط عليك صعوبة أكبر فيه ثوابت بقى أسلام في المطشدة يعني نحن بنقول أنه ملش مقياس صحيح بس فيه ثوابت معينة أو أسباب المكسب أيوك أولها الدوافع الكبيرة ودي موجودة المفروض عند لعيب النادي الأهلي سواء اللي هينزله أو اللي عاديين برا صحيح أو اللي مش هينسافره الدوافع الكبيرة جدا المباراة دي بداية مرحلة جديدة بطولة بمكسب مع المنافس بطولة أخرى صحيح لعيبة جديدة عايزة تثبت وجودها جهاز جديد أو البطولة بالنسبة لي يبدأ بيها موسم أو المطش قدام زمالك يبدأ بيها موسم تفرق كتير أوه في المرحلة اللي جايزة مرحلة انتقالية تاني حاجة الحماس الكبير أوه لازم يكون موجود مع ضبط النفس يعني دايما يتقال في مطش أهلي وزمالك الأهدأ عصابا هو اللي هو اللي تحكم في المباراة ازاي أعمل المعادلة الصعبة اننا بقى متحمس وقوي جدا في الملعب بس يتبقى عصابي هادي وبارد صحيح وابقى مركز في تعليمات المدرب سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي لازم أمركز كويس أو من أول دقيقة في حاجات فنية بقى صغيرة وحلازم نتكلم فيها لموضوع الكرة التانية اننا بتعبل إحباط جامد أول للفريق المنافس لما الكرة التانية انت بتاخدها على طول وبتعمل بها استحوازه وتكمل لما بتبقى ضغط على المنافس من أول دقيقة وتستغل مثلا نقص معين في مركز معين عنده مثلا بتضغط عليه في الحتة دي بتقدر تحرز هدف استغل جمهورك الكبير اللي بيدعمك الكلام ده كله طبعا يعني بيفرق في المباراة يعني زي بقولك عوامل أساسية التزم بها وبعدين التوفيق ده بتاع ربنا صحيح طيب فيلر الناس حبيته علشان لعب ماتشين بره في أفريقيا وبعدين أول مباراة كسب الزمالك موسيماني نعم موسيماني موسيماني بره الحلوة اللي كانت بينه ابن الجمهور بتفوقه على ند الزمالك فمعظم مباراة اللي لك كانت سويسري وسويسري دايما بتبقى مثل هذه المباراة ومثل هذه البطولات زي ما كابتر حشقال هي مفتاح دخول القلب لجمهور النادي الأهلي أكيد أكيد طبعا أكيد ناد الأهلي جمهور النادي الأهلي مباراة الزمالك بالنسبة له بطولة الوحدة نعم الفوز على ناد الزمالك ده بيفرح جمهور النادي الأهلي عايز أقولك يعني مثلا بطولة أفريقيا بطولة أفريقيا عاماتا في المجمل أكبر بطولة الدورة بكتير جدا صحيح بس لما بتيجي تخسرها بتخسرها قدام مين قدام ناد الزمالك ده اللي بيزعل جمهور النادي الأهلي يعني ممكن يقولك إلا أخسر بطولة أفريقيا لكن ما خسرش الدورة العام هي دي المشكلة اللي بتقابلنا خلال السنوات الطويلة في مصر هنا لكن ده طبيعي بيحصل وده المباراة دي فعلا هتعمل تقارب كبير كده بين جمهور النادي الأهلي ومسر كولار هو الراجل بيشتغل هو ما عندهش طبعا الفكر ده الجمهور بيفكر في الفرقة بتاعته بيفكر يشتغل إزاي وبيحط خطة قريبة المادة وبعاية المادة كي طبعا أيكا مدير فني بيشتغل كده وعنده استراتيجية معينة في شغله مش عايزين نستعجل لأن الراجل برضو إحنا لو فكرنا يعني رجعنا كده أربع ماتشوات بس ماتشوات بس في أفريقيا وماتشوات بس دورة ماتشوات بس دورة لسه في حاجات كثيرة برضو لسه ما بانتش تعرف المشكلة يا أحمد تفضل كبير الديل بتاع إسلام صعب الموضوع على الناس اللي بعد على الأجال اللي جدد صعبتوا أنت صعبتوا على الأجال اللي جيب عندك الشريحة اللي جيب عندك الفترة دي العشر سنين دولة كلها مكسب بطولات أفريقية كم كسعالم الأندية اللي كانش لسه كان أول مرة على أديكو مكاسب ماتشوات الزمالك بسهولة وأداء وكورة جمهور الناد الأهلي كان الفترة بتاعتهم بيبقى عادي يقول إحنا النهاردة نكسب كذا مين اللي هيجيب الجوان النهاردة كذا كذا فمصعبين القصة الناس يجاد بعد يوم زي ما أنت بتقول الناد بتقول أنا أخد الدور يمخدش أفريقيا لا دلوقتي لا أنا أقير بطولة لازم أخدها عايز أخد البطولات عايز أخد الدنيا كلنا هم عملوا كذا هم عملوا كذا فأنت وصلت للليفل العالي قوي اللي مش قادر تنزل والجمهور مش قادر ينزل يتنزل عنه عشان كده بقولك إن كمان زي ما الجهاز بيفتح صفحة جديدة وتبقى بدء الموسم وبدأ العلاقته مع الجماهير بطولة إسلام خلي بالك برضو في ناس في الفرقة لعيبة جديدة مضت العقود مع النادي الأهلي بس لسه ما بدتهاش مع الجمهور صحيح يعني زي سافيو مثل وزي بيرس تاو كمان السنة اللي فاتت برضو نتيجة الإصابات وهو لسه يعني عارف بدأ البداية كويسة وبعدين الإصابات الإصابات فلسه برضو إيه عارف اللي هو كان هيمضي بس الألم ويع منه وبدأ ألم بصاص فعايز برضو هيكون برضو إضافة أعتقد أنه هو من شلال الشوية اللي لعبهم المطش اللي فات ممكن يبقى له دور برضو في مطش بتاع يوم الجمعة ويبقى يعني عنده أفضلية وثبت الكلام ده مع شادي الناس مستنية منه كتير بادي كويسة الناس عارفة من خلال طبعا بورات الدوري فعايز بقى أنه في النادي الأهلي تعملت الكلام ده مع فرقة تانية لأن ده أنت مع النادي الأهلي عايزينك تبقى هدف البطولة لو حطينا عنوان لهذه المباراة هتكون مواجهة الغيابات المؤثرة أكيد طبعا في النادي الأهلي ديانك أكيد مؤثر ديانك كمان ظهر بمباراة الفاتت على مستوى عالي جدا بالذات مباراة الإسماعيلي أدى مباراة جامدة جدا فعلى الجانب التاني الوينش برضو غياب في النادي الزمالك برضو لعب مؤثر فتلاقي غير العيب هنا ولعب هنا لكن أنا أعتقد يعني الوينش الحياة بيؤدي أو أدى السنة اللي فاتت بشكل رائع جدا سواء مع المنتخب أو مع نادي الزمالك وبالتالي غيابه أعتقد سيكون له تأثير سلبي كبير مهم جدا نادي الأهلي يستغل النقطة دي نادي الزمالك أو طريق لعب نادي الزمالك هو بيلعب ثلاثة أربعة ثلاثة بيعمل كسافة وخط الظهر وبيعمل عشان يتغلب على الموضوع دا بالزبط كده عدم وجود الوينش بالزبط كده فهو بيدفعه كويس قوي لكن لو فكرنا مع بعض مباراة أول مباراة الدورة سموحة أنا شايف أن سموحة تفوق على الزمالك بترك لام معي اللي هو إيه ضغط على نادي الزمالك من الجزء الأمامي وده جزء الأمامي على خط ظهر نادي الزمالك وده فعلا عمل ربكة في أداء نادي الزمالك وكان متفوق كبطر العشر من المباراة دي ففي مشكلة لعب نادي الزمالك لما تضط عليه من قدام لأن كرة ما أنا شايف الكرة عند لعبة نادي الزمالك أو خط ظهر نادي الزمالك مش عالي قوي عمال ما بيطلع بالهجمة بتسبب له مشكلة شوي فدي أنا شايف نادي الأهلي ضغط على نادي الزمالك في الجزء الأولاني عند نادي الزمالك هيغلطهم كتير جدا من وجهة نظري حرس مرمرة زي محمد عواد ما هزوز الفترة دي في كام أنا أشوف أن عواد عمل مباراة جاهدة لا الموسم اللي فات عواد من الموسم ده لو رجعت المباراة كده هتلاقي في بعض الألعاب كده لا مهزوز حاجة تانية كمان أنا شايف عواد في الكرة العرضية بسبب الأسر القامة مش طويل قوي عمنا له مشكلة شوي لو اشتغلنا برضو على الحتة دي برضو ممكن نتفوق على نادي الزمالك في الحتة دي أتمنى إن شاء الله الحاجات دي طبعا ناستر كورة متفرج على نادي الزمالك كتير أتمنى أنه هو يشتغل على الحاجات دي ونشوف في التفوق ده في أداء النادي الأهلي في المباراة لكن مهم جدا الروح العالية الحماس بهدوء إن شاء الله هو ده اللي وصلنا للمكسب كابتن حشيش لو كولر اتفرج على الماتش وده سؤال يعني لسه جاء في دماجي لو كولر اتفرج على الماتشات الأخير نادي الزمالك ونادي الزمالك برضو لقب ستة ماتشات مش أربعة اتنين اربعة وستين واثنين اتنين وثلاتين واثنين دوري وبالتالي لو تفرج على الست مباراة دول حيعرف يصل لطريقة لعب نادي الزمالك اللي بيقديها بشكل دائم يعني أنا عارف طريقة لعب نادي الزمالك حضرتك شايف طريقة لعب نادي الزمالك بيقفل كويس في المباراة الكبيرة يعني أمام أهلي حتى في معظم المباراة بيقفل كويس وبيعتمد على جماعة الخاطفة في مثل هذه المباراة هل ده كان واضح يعني كل رواقب بيتفرج حيبق بيتفرج احنا عارفين عشان شوفنا السنة اللي فاتت كتير بهذا الشكل لكن السنة دي أو السنة مباراة دول السنة دي طبعا أكيد يعني حيبقى واخد فكرة عن الفريق وعن الطريقة برغم بيرا برضو بيغير الطريقة أثناء الماتش أكتر من مرة بس في قاسم مشترك أو في حاجة معينة متفق عليها ومتفق عليها اللي الناس اللي بتتفرج على مباراة الزمالك إن الراجل بيقفل وبينتظر الفعل بتاع الفرقة التانية يعني بيقفل كويس قوي اللي هي كانت دايما النقطة الصلبية عندنا الزمالك أو الصغرة حتة الهجمات المرتدة على نات الزمالك والسرعة مستعجل اللي الناس بتقدر تحرس بها أهداف فهو بيقفل كويس قوي بيلعب بالتلاتة اللي وراء وبالبكين أو الطرفين بأول ما كرة بتتقطع بينزلوا بيبقوا نص ملعب قدام التلاتة بحيث إنهم بيقفل الحتة دي بيقفل نص الملعب اللي كان فيها الصغرات شوية ده قاسم مشترك وبالعب على السرعات وبالتحديد في الشوت التاني يعني برضو عنده حتة من الصبر مش مندفع زي الأول بيهاجموا الدنيا مفتوحة لا بيفضل مقافل تحسبا للشوت التاني بيعتمد برضو على الليقة البدنية اللي أعتقد عندهم بدني كويس الزمالي خلال الفترة والسنة الفترة كانت تبقى واضحة ما أنا بقولها عشان كده السنة الفترة كانت تبقى واضحة لأنه كان فيه جهات كبير للنادي الأهل في معظم الورد وبالتالي زمالي كاملايح 40 ولا 42 يوم السنة اللي فاتت أنا بكلم بزبط لكن السنة دي تعتبر الأمور يعني متساوية السنة دي الأمور متساوية زي أنا بقولك فيه أنت عندك أولاً ارتحت كويس قوي عملت فترة أعداد كويس قوي أنا شايف حالة اللعيبة خلال الفترة اللي فاتت أنا بكلم عن اللعيبة النادي الأهلي فيه حاجة كويس قوي يبتدى الرجل يعملها وبانت الفرق من السنة اللي فاتت حتة الرت السرعة السرعة في انتقال الكرة من الخلف للأمام بسرعة يمكن فيه بعض الأحيان أو أغلب الأحيان بتبقى وانتتش ودي حاجة كويسة بس فيه حاجة برضو يمكن ظهرت المباراة اللي فاتت فيه مسبس كتيرة شوية المباراة اللي فاتت دي معاش سواء أهلي أو زمالك ما ينفعش أن أنت كله تجاو تفكيره مهما تقولي أن أنت بتفكر في هذه المباراة لا الناس كتيرة دماغها بتروح من الرحلة للحضرات من جون كبار وحارفين الأمر ورحل اللي بعد وبس عايز أقولك أن برضو لأن برضو أنت ما بتلعب فرقة زي الزمالك غير ما بتلعب فرقة تانية وفي بطولة زي دي ومع التكتل اللي هيحصل برضو والتقفيل اللي معمول ده مش هيجي لك فرص كتير أكيد والجون اللي بيجي في مباراة قمة زي دي ومباراة ببطولة بيبقى صعب التعويض بل بالعكس يعني في أغلب المرات اللي بيجيب الأسبقية بيكمل تمالي مباراة الصوبر سكر كتن حجيش كده مع بعض تنتهي بضربات الجزاء بالزبط معظم البطولة دي بين الأهل والزمالك بتنتهي بضربات الجزاء ليه؟ تمام لأن كل مدير فني في المباراة دي بيبقى عنده صبر مش عايز يجازف غير مباراة الدوري بيفضل تقلان 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 عشان كده مباراة بتوصل في الآخر لضربات الجزاء وحصل كتير جدا معظم مباراة الصوبر ضربات الجزاء نحن عايزين نأكد على حتة المفروض اللي كنت عارفه إن المباراة دي من غير وقت إضافي ده رجز على طول بلغ المباراة على الوقت إضافي إنه ليين إن فيه وقت إضافي على نص ساعة هل دي حاجة جديدة مرتبطة ب ما عارفش لوائح بيتم وضعها المباراة السوبر دي لوائح يعني بطولة بطولة يعني ممكن البطولة دي قام بطولة اللي جاء لا على ما أعتزق ما عارفش بطولة حريقة اللي تقدر تقول لنا يعني لأننا عارف إنها وكل كان عارف خلال الفترة اللي فاتت قبل نطلع بقرار ده نمتلعب على طول أنا ما عارفش قد تكون لها أمور خاصة بالرعاية بالرعاية والمدة والأعلانات والوقت احتمال كيف يقصون برضو المباراة برة في الإمارات فممكن تكون لها علاقة بالحتة دي بحتة تسويق يعني بالزبط عموما خلينا نطلع نشوف ماذا قال الجمهوري النادي الآلي عن هذه المباراة مباراة آلي وزمالك في السوبر المحلي المقامة في الإمارات نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع كابتن محمد عشيش وكابتن عمد عبد الفتاح إحنا متعودين نايمة على الاتصارات وإن شاء الله إن شاء الله هنكسب لأن إحنا بنكسب بمجهودنا وراجل الكوتش بتاعنا الجديد كولر راجل محترم وعندوا فكر كويس قوي أنا أتمنى من اللعبة النادي الأهلي يركزوا كويس جداً في الملعب وما ضيعوش فرص كتيرة وكل الفرص إن شاء الله لنحرس منها أكبر قدر من الأهداف ربنا وفق اللعبة كلها وكن حيبى يوم جميل بإذن الله نيجي مرفعين رأس يوم 28 من الأمارات بإذن الله أوجه رسالة للعبين بمزيد من التركيز ومزيد من الإتقان في اللعب علشان إن شاء الله بإذن الله نجيب نتيجة كويسة ونفرح كلنا ونضبسط يعني إن شاء الله بإذن الله والله أنا بصراحة مقتنع بي جداً وأنا وراء مجلس الأدارة في أي قرار بيتاخده ده مضرب كبير وإحنا عندينا سقوات محترم وإن شاء الله يعمل شغل كويس وأنا شايف اللعبات كلها بتحترموا اللعبات كلها حبا وشايف روح كويسة جداً في الفريق وإن شاء الله خير القدم أفضل بإذن الله وبالنسبة أن تكتل ماتش أنا متوقع إن شاء الله هنكسب بأنامي الماتش كويس جداً وأتوقع إن يبقى أول أهدف شادي حسين في مبارات القمة بين الأهل وزملك هيسجل هو الهدف الأول وإن شاء الله علي معه لسجل الهدف الثاني مدرب بس محتاج وقت يفهم كمصر اللعيبة يفهم محتاج بس وقت مع ضغط المباريات وأفريقيا وكده إن شاء الله اللعيبة برضو هتنزجل معي وضغط المباريات وأفريقيا وكده إن شاء الله الدنيا هتمشي أحسن بكتير يعني من الأول إن شاء الله من صراحة شايف فيه تغيير كتير وأعمل فціїه يدير في النادي وإن شاء الله يكون اللي جاي أحسن ونبدأ موسم جديد إن شاء الله ونقدي يبقى ذلك أحسن بكتير إن شاء الله وأحسن من اللي فات كنا المدارب غير تماشي كويس وبدأ يعمل تشكيلات جديدة وكويسة هتفيه طبعا من النادي الأهلي العظيم إن شاء الله بس ربنا يوفقه في المشي اللي جاي بتاع السوبر بس كده يحط خطة كويسة وإن شاء الله نعدي من المشي ده إن شاء الله أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى الحقيقة دايما جمهور نادي الأهلي بيكون متحمس يا كابتن حاشيش يا كابتن أحمد بيكون يعني بينتظر دايما الكلام الناس بيبقى هو الحقيقة طبعا الناس تنتظر من جمهور من لعبة نادي الأهلي التركيز تنتظر بدل أقصى موجوده إن شاء الله المكسب يعني وتلاقي كل اتجاه واحد كلام واحد فإحنا شايفين اتجاه كله برضو حتة الحماس والإصرار وعجبني قوي حتة التفاؤل عند الناس التفاؤل ده كابتن إسلام برضو ما بجيش من فراغ نعم حاسين إن كل واحد عمل دور بتاعه خلال فترة الفاترة أكيد يعني مجلس الإدارة عمل دوره من أول ما خد القرار من السنة النفاتة من الناس رايح كمهم جدا تغيير المدرب في وقت قليل ويلحق المواضيع ويجيب سيفي كبيرة ومدرب كويس ومدرب كبير أكيد أفلوا على نفسهم لغى المعسكر الخارجي وعمل معسكر داخلي اليوم الكامل من الصبح لغاية الليل أفل على المتشاط الودية أول مرة بنشوفها برضو الحتة دي إسلام نقافل على برضو المتشاط الودية حتى قناة الأهلي مزاعدش حتى المباريات وده المهمة لبناء على التفاق كل دي تركيز وكل دي تحس إن في حاجة جديدة الراجل اللي بيعملها اللي عارفينه كمان الراجل بيتكلم مع الأفراد كلها إدى فرص للناس كلها مجاش خد بالمباريات اللي تفرج عليها أو لا من خلال المباريات إدى حتى أكتر من واحد في أكتر من مركز إذا شفنا الدى شريف وبعدين بعد كده شادي ديانج وعمر السلق يعني شفنا كريم فواد بيلعب جناح دلوقتي الزبط كده يعني أول راجل كمان عنده فرنعات عايز يشوف الناس كلها عشان يوصل بعد كده للتشكيل الأمثل من هنا الناس حاسة بإصرار وحاسة وإن كان المكسابين اللي فاتوا واحد صفر واحد صفر بس تحس إن الفرقة فيها تغيير وده اللي كان نادر اللي عايز يحس بيه أو جمهور تغيير في الأداء في القوة في الإصرار في حاجات كتيرة جدا جدا لعيبة روحهم كويسة أو شفنا معلش لازم أشوفه مطش طبعا المنستير شفنا لمة اللعيبة فرحة اللعيبة بالهدف اللي هناك كل دي بتدي مؤشرات وانطباعا لينك جماهير هناك تغيير هناك تغيير وفي لمة وفي ضغطة هو ده مفتاح المكسب كيف تنعمل إحنا أكيد بنقعد عندنا زاكرة بنقعد نتخيل أو نفتكر أداء النادي الأهلي في نهاية الموسم اللي فات عشان بتقعد تقارنه دلوقتي بتقعد تقارنه دلوقتي فبتقول إلا لعبت النادي الأهلي بقت أسرع لا فترة الراحة فرقت فعلا إحنا لعبت النادي الأهلي دي جالها وقت لعبت لها 70-80 مباراة خلال الموسمين بتلاحهم موضوع صعب جدا صعبين جدا لعبت النادي الأهلي في بط وعنى خدع لك فلما تشوف تغيير في أداء النادي الأهلي طول أي بان على طول وده الأداء الحقيقي ده اللي بان إننا نسناه نسناه لأننا شايفت وقت معين دلوقتي الأفضل اللعيب خلاص خطرحته اشتغل فترة أعداد جديدة بان دلوقتي لعبت النادي الأهلي بان القوة بان الروح بان الرغبة في المكسب حاجات ده وفع كتير جدا بان في بداية الموسم يعني بمناسبة برضو السياق ده خلي بالك الفترة الأديمة أو الموسم اللي فات اللعيبة ما كانش فيه تنافس في المراكز كانت تلات تربع اللعيبة مصابة وكنا بندور على اللعيب نسكنه الفترة الأخرانية مع عكمانة والتدعمات يا أسلام اللي جات كمان يعني تلوقتي رأسات الحربة كنت بتدور على رأس حربة يلعب عندك شديف وحسام وشادي وبرسة ولاب كذا وعايز برضو انت شفت الخط اللي قدامه عامل ازاي شفت الخط اللي قدامه عامل ازاي الشحات وطاهر وفلان وفلاء انت عندك كم كبير تقول ألعب ده وكله وصابي وبرسة وكله كله عايز يلعب وعايز يشترك وعايز فدي برضو هي المنافسة طول عمرنا عارفة ان هي اللي بتعلي المستوى ورقم واحد كابتن يعني برضو ما تيجي أيك المدير الفني بيرتب أنا عندي رقم واحد ورقم اثنين لكن تيجي تفكر في فرقة النادي الاهلي رقم واحد واثنين يعني لما تيجي تقارن بين سافيو وافشة أي حد فيهم هيلعب ده رقم واحد لو كان بيرت ستاو والشحات احمد عبدالقادر او طهر محمد طهر هل دي بالك انت سافيو برضو بمناسبة افشة ومقارنته بسافيو او مقارنت سافيو انا مش بقار انا مكان في المكان يعني او افشة بسافيو اه 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 انا فرقم يعني مركزين مختلفين اه اه يعني ممكن جدا تلاقي سافيو بيرعب ممكن اشتغل الجناح هنكمل كلامنا في هذه النقطة لانها نقطة مهمة جدا ولكن نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل لهذا الكلام الهام اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين طيب ارجع لحضراتكم مرة اخرى كابتن حشيش برضو نهاردة كان هناك قرار من المدير الفني المنتخب الولمبي بان كابتن احمد نبيل كوكا يروح للنادي الاهلي وكابتن حسام عبد المجيد يروح لنادي الزمالك يعني انا كنت بشوفها ورطة من الاول حط فيها نفسه من الاول خالص لو كان من شهر تم الاتفاقة الامور تبقى جيدة لكن في النهاية تم الاتفاق على هذا الامر احمد نبيل كوكا للاهلي وحسام عبد المجيد الزمالك للأسف احنا برضو ما بيبقاش عندنا ترتيب مسبق بالمواضيع دي لازم بقى من بدري ولازم الناس تبقى عارفة عشان ما الجيش تقولي مثلا على اخر لحظة وكون انا معتمد على فلان الفلاني او معتمد على لعيب معين واجي فجأة تقولي كذا وحطه في حساباتي كان ممكن اخرجه بره حساباتي من فترة كبيرة من اول ما قلتلي دي برضو راجع للاداريات لان الراجل طبعا مش هيعمل كل حاجة الراجل المدير الفني المفروض فيه جهاز اداري معاه هو اللي واخد باله من الكلام ده واخد باله كمان من توقيتات المباراة والجدوى المباراة اللي مثل النادي الاهلي ونادي مالك وفيوتشار لازم يبقى عارف الكلام ده لان فيه كمان بالنسبة للمتخب الأولمبي فيه اندية لعيبتها موجودة معتمد عليها اعتماد كبير يعني معتمد عليها لعيبة اساسية ومعندهاش التشكيلة الكبيرة او عدد اللعيبة اللي تتغنى عن واحد او اثنين او ثلاث فدي كان لازم يبقى لها يعني ترتيبات معينة يعني اعتقد ان برضو ده كابتن احمد يعني احنا محتاجين حد يقول لنا يعني برضو انا بالنسبة لي الموضوع ده الحقيقة بعض اقول يا جماعة طب ليه يعني ليه دايما سايبين كل حاجة وغاية اخر وقت طبعا مشكلة كبيرة جدا انا متكلم كمان في المنتخب اولمبي يعني منتخب عنده بطولة مهمة جدا دي بحد يخطط لنا يعني او لا نعمل ايه لا طبعا لازم طبعا يعني دي دي في الاختيارات بقى يعني انا ما باجي اختار جهاز المنتخب مصر او جهاز المنتخب اولمبي اكيد باختار الكفاءات باختار الناس اللي بتاعهم يعني مروا على اوقات كتيرة جدا ومعروفة عنهم الشغل الجد والشغل الكويس لكن الاخطاء دي بتحصل اكيد في ناس يا جابتن مبتديين اللي بيحصل لحاجات دي حاجات مبتديين لكن انت عندك منتخب منتخب اولمبي يعني بتجهز منتخب لحاجة اولمبية للطولة اولمبية يعني الناس اللي بتختارها بتختارها بتختار ناس على اعلى مستوى في كل مكان جهاز فني جهاز اداري جهاز تبدي حتى الان مش باين او الدنيا عامل زيو لكن هو كاسيفي قوي فتش فتش عن الادارة في اي حاجة في الدنيا الادارة هي سر النجاح في اي مؤسسة واي كرير واي طبيعة شغل النادي الاهلي النادي القرن والنادي الاول على مستوى لعليش يا كابتن عشيش بالمناسبة عشان انا شفت طاهر بس وقدامي طاهر محمد طاهر مش عارف ليه في لابس في هذا الامر في كذا حد يكلمني بقوله طاهر مش هيلعب ولا هيلعب لا هو كابتن طاهر هيلعب حولا واحدا يعني حولا واحدا لان دي بطولة من مباراة واحدة وقديمة ملهاش علاقة بالقصة فدي يعني موضوع منتهي يعني بالزبط كده انا بس كان مهم بالصدفة يعني واحنا بنعرض الماتيريال شفنا موضوع طاهر ده فانا حبيت بس لانه انا عمال الناس عمالة تبعاد لو طار هيلعب ولا مش هيلعب طب هو موجود ليه لو مش هيلعب ليه مش هيلعب يا جماعة سوبر قديم مرتبط بحاجات بدوري قديم وكاس قديم وبالتالي لا مجموعة الاسكواد اللي موجود سواء اهلي او زمالك هيلعب عادي نقدر نقول للناس ان هو موجود بس احنا لسه ما نعرفش بقى في التشكيلة احتيار بقى عادي لا منعرفش طبعا في التشكيلة ولا مش في التشكيلة لا حيلعب يعني يسافر مع الفرق انما مسموح له يلعب دي صح الناس يقولك ده اسلا خلاص طعر حيلعب لا لا مسموح له ايه صح جدا مسموح له ان هو يبقى متواجد او يعني هو متاح ان هو يكون في الحداشر او السبع اعايز ارجع لمرجوعنا موضوع الادارة مهم جدا النادي الاهلي على قمة دايما الادارة ممتازة وادارة على مدار طبعا الاجيال كلها على مدار تاريخ النادي الاهلي لما نجي نشوف قناة النادي الاهلي متميزة ليه وشوفت انا الكاس اللي انت خدته او الاوسكار اللي انت خدته مبارح انت وردتو للناس انت بتمثل القناة فدي حاجة نتيجة للادارة اللي موجودة النجاح ما بيجيش احمد من فراهو اكيد طبعا نجاح الجماعي دايما فريد الالم يعني مفيش فرد واحد مفيش كابتن عشيش مفيش كابتن احمد والسيستم اللي موجود ممكن تبقى فيه سيستم بس متنفس الحقيقة احنا عندنا في هذا الامر اللاعب الجماعي او الشكل اللاعب الجماعي هو دايما اللي بيبقى غالب وما بقاش الفرد ولا حاجة ابدا انه لا يوجد فرديات في هذه الامور كل حاجة بتبقى بالناحية الجماعية طيب من وجهة نظرك برضو يا كابتن عشيش وكابتن احمد مواجهة ببرتغالية السويسرية الاثنين سواء البرتغاليين او السويسرين عندهم عشق للكفاح والمكسب وبيتمازوا بحاجة الاثنين منظمين اوي بحبوا الترتيب والتنظيم اوي يعني هنشوف في غرف الزمالك مرتب وبيقسم المباراة كذلك اللي انا شايفه برضو من مصر كولر برضو النادي الاهلي عامل تنظيم يمكن شوفناه والحتة الواضحة نتيجة انه هو برضو لسه ما عادش الفترة الكافة احمد صحيح انه عامل حاجة مهمة كلنا حسنها اسلام وهي حتة التنظيم الدفاعي نعم يعني التنظيم الدفاعي اعتقد ان الجمهور حسوا ولمسوا في خلال المباراة اللي فاتت اللي هي القليلة وفي خلال الفترة القليلة اللي هو مسك فيها الفريق بس قدر ينظم الحتة دي يمكن عايزين لسه مزيد بقى من الحتة الهجومية ونص الملعب والاهداف دي هتيجي طبعا لان فيش حاجة بتيجي يوم وليلة راجل جاي لسه معرفش الناس كلها معرفش طبيعة حتى الفرق والمتشاط والملاعب والكلام ده كله نعم فا اعتقد ان دي هتيجي بالترتيب احنا مش مستعجلين عليها اهم حاجة هو التنظيم الدفاعي لان اللي خسرنا البطولة الدوري في السنة اللي فاتت يمكن احنا المنافس مكسب هاش احنا اللي خسرنا نفسنا ان كنا متفوقين بنقطة كثيرة جدا جدا مفاولة ونتيجة للاجهاد ونتيجة برضو ان احنا فيه غلطات حصلت من خلال الحتة الدفعية بتاعتنا هي اللي خسرتنا نقط وخلينا المنافس هو اللي يتصدر اعتقد انه رتب الحتة دي وبعدين دلوقتي الكورة اللي بيدافع كويس ممكن يكسب ان شاء الله في اي وقت صحيح كابتن احمد هل يدخل فريرة في هذه المباراة هو الاوفر حظا بسبب انه هو بقاله فترة اطول من كولر على رأس الادارة الفنية طبعا دي بتخدش في الحسابات ان اي بقاله طبعا مسلمين اهو داخل على مسلمين بيشتغل مع الفرقة بيشتغل بالنظام معين اللي بيبيز ادانة زمالك التنظيم ممكن تكون فرقة بتلعب كورة كويس قوي بتناجم كويس قوي بس عندهم التنظيم مش مظبوط هو عنده التنظيم اهم من اي حاجة اوكي وبيشتغل مع اللعيب على التنظيم اهم حاجة نظام الفرقة ونظام الشغل الجماعي الفردي عنده ما بيفرش معه خالص تلاقيه كمان في اوقات غريبة جدا وانت بتتفرج على الان زمالك النجوم الفرقة بيتلوه بيخرجها بتقول ايه ده بيخرج ازاي يتنازل على اللعيب ده ازاي يتنازل على اللعيب ده لان هو ملوش دعوه باللعيب هو عنده نظام 11 لعيب بيلعبه ازاي هو بيشتغل على التنظيم النادي الاهلي طبعا معانا بدير فن جديد لسه بتشتغل الروح دلوقتي اللي بانه فده النادي الاهلي صحيح والدوافع اللي هي من اول الموسم عندنا دوافع جدا لعيب النادي الاهلي بتفكر فيها اللي هي الفوس بالدوري لانا بطولة افريقيا أنت عارف أي لعاب النادي الأهلي بيخش أي بطولة ما ميفكرش غير ناخد البطولة. فباين ده باين من أول مباراة لنا أن لعابة النادي الأهلي عندها روح عندها حماس. كان نقول بسبب أشياء كتير جداً الموسم اللي فات كنا مش حاسين بيها. لأ ابتدينا نشوفها الموضوع اللي فاتت. الوضع مختلف. لأن فعلا تحس أن لعابة النادي الأهلي زي لعاب الجريح اللي عايز يدوي جرحه. يدوي جرحه ازاي بالمكسب. بالفوز بالبطولات. اللي ابن متعطش بالفوز بالبطولات. الجيل ده أصل الجيل ده خل اتنين بطولة أفريقيا وربع ده كابتن. تالت كاس عالم فلما تغيب عنه بطولتين وربع ده هو مش مصدق. صحيح. مش مصدق. صحيح. وجمهور نادة الأهلي حاسس جوا برضو. يعني أنت عارف اللي علاقة بين العابة النادي الأهلي وبين جمهوره. وحس أخوك والدك. عائلة آه. فلما بيشوف والدك أو أخوك زعلان. انت عايز تصلحه. صحيح. انت عايز تصلحه. فأتمنى ان شاء الله بإذن الله المشاوط اللي جاد يكون جيد. كابتن حاشيش أبرز الصعوبات اللي يواجهها النادي الأهلي أو نادي زمالك. خلت الأهلي الأول. الصعوبات اللي ممكن يواجهها النادي الأهلي هو يمكن نادي زمالك أكثر انسجاما. نعم. بس ده مغيرتش كتير يا كابتن برضو. ما أنا هقول لك. فضلك. أنا أتكلم على طريقة المدرب. يعني طريقة المدرب بقى له فترة بقى له فترة كبيرة معاهم. وزي ما أقول لك هو من النوع اللي عنده مرونة تكتيكية ممكن يغير أثناء المباراة. أعتقد أن لسه كولر ما وصلش للحتة دي. لأنه برضو ما وقفش على إمكانيات اللعيبة تماما. اللي موجودة. وعشان تقف على إمكانيات اللعيبة إسلام لازم تشوفها فعلي. وتشوفها فعلي في المباراة الرسمية. وليست المباراة الودية. يعني في المباراة الرسمية لازم أروح مجرب حاجة معينة. أنا هو ملعبش سبع مطشط. هو لعب تلاتة ودي واربعة رسم. هقول لك زي مثلا سبيل المسال. كريم. أما الراجل نزله. ورح يعني خرج. ناس كتيرة أوه استغراب. وكلنا قلنا الهرب تغيير غريب. إزاي لعب جناحة. صحيح. لقينا الدنيا تقلب اتناحة اليمين. وهو اللي عمل الجوء. يعني أنت فاهمت إزاي. فخلاص إحنا صدقنا وهو آمن باللي عمله. الله ينور عليك. فدي جزئية معينة في حتة معينة. بالتالي برضو. إحنا عمر ما متولي لعب مع محمد عمانة. صحيح. في حتة المساكين. وأول ما لعب الناس كتير قالت إيه. يعني أنا واحد من الناس صحيح. الاتنين شبه بعض. والاتنين بلعبوا كورة. ما فيش واحد فيهم مثلا عندهم حتة. إنما لقيناهم فيه انسجام يا إسلام كبير جدا. وخبالك دي ما جاتش برضو إيه. إلا لما لعبوا ولعبوا متشارات رسمية مع بعض. وخصوصا كمان إن متولي بقاله فترة كبيرة بلعبش. بيد عن الملعب. إنما لعب عودة أكرم. يعني كان فيه مثلا أقويل بتقول إيه الراجل ممكن يفاجئ ويعمل ويحط أكرم في نصف الملعب. أنا أعتقد لا مش هتحصل دي. هيلعب بنفس الحتة بتاعته. عشان ما تبقاش غيرت كتير بالتشكين. بالضبط خطة دار بالذات. هاني بقاله فترة ملعبش. وفي نفس الوقت أكرم بقاله فترة ملعبش في نصف الملعب. وقلق خلي الناس اللي موجودة موجودة. أنت كمان لما الناس بتيجي تتكلم برضو يا كابتن أحمد على أليو ديانج مثلا عادة موجود أليو ديانج. أنا بشوف إن أكتر حية كانت موجة نظر يعني. أكتر حية كانت مؤمنة يا كابتن حشيش برضو يا نصف الملعب. الديفندرات صحيح. لأنه أنت ما تيجي تتكلم من السنة اللي فاتت. ما عندكش مشكلة. نعم. ما عندكش مشكلة في حمد فتح السليا وديانج. حمد فتح السليا وديانج. أكتر الوقت اللي كان بيلعب حمد فتح السليا وديانج كان قواد كثيرة جدا مع موسي ماني تحديدا مع موسي الموسي ماني كان بيستعين بحمد فتح السحكر كده تالت خلط ظهر تالت بيلعب تلعب ثلاثة أربعة ثلاثة وبالذات في مبراطج الزمالك كان على طول بيكس الملعب الزمالك بالطريقة دي حمد فتح بيلعب في وسط الاتنين ولعب ديانج كنت بتعملهم كده يعني في فترة عايز تلعب الثلاثة هتقوم جام لعب حمد وسط الزمارين بالزبط مش قادر فتقام قاعد ديانج وقاعد السليا وفيش فرق وهم وهم وتغير بس في المهام المهام الوظيفية تطلع واحد مثلا يكمل وتخلي مثلا واحد مستني عشان معلول مش عارفت واحد يزود في نصف الملعب تلعب حمد فتح عشان تطير ساعات مثلا اي من عشر في لعبك شمال وتطير معلوه كان بيعمل اي مع ديانج ساعات ديانج كنا ما بنشوفوش بيتحرك من قدام المساكين مصبور نصف الملعب كانس الحتة دي واحيانا لو تفكر ماتش الزمالك السنة اللي فاتت الدور الاولاني 5 3 ما هي دي ديانج جونين يعني التفاهم ازاي يكمل فبرضو يعني الحتة زي ما انت بتقول الاسلام حتة دي بالتحديد اللي كان فيها ستيبول شوية وكانت السابتة يعني ما فاش تغيير كتير طبعا ديانج نعيب كبير جدا وحيبقى عدم موجوده مؤثر طبعا ولكن في الناس هيا لأ عندك برضو حمد فتحي والسنة دول اتنين تقال جدا وجمدين جدا لان انت ساعات كمان ساعات كمان بيستعين بقافشة في الحتة دي وحصلت بس افشة ليبتبقى في ظروف اقل اقل نفاعيا شوية بالضبط وده اللي حصل في اخر مباراة المباراة لإسماعيل كسبنا الإسماعيل كسبنا الإسماعيل ازاي كابتن كله لما جيه قافشة يغير قافشة ينزل وسوف يغطلع لا رحمة الله حد منص الملعب ديانج ولهب افشة افشة حتى السلاي منزلش صحيح افشة لاهب كلنا استغرابة اه وسافيو لنا خلاص طمعا في المكسب صحيح واول ما كسب عمل يا كابتن رحمة غير سافيو ورجع تاني داعب بالطرقات الدين انت بندر عادي وقدامهم افشة صحيح هنكمل كلامنا في هذه الامور وفي الامور الفنية ولكن نطلع فاصل اخير ونرجع لك اهلا وسلام بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين طيب كابتن حشيش يعني دايما الجماهير بتبقى هي عصب المباراة في مثل هذه الامور الجماهير هي عصب المباراة تحديدا دي جماهيرية عادلة وتحكيم عادل اعتقد هنشوف مباراة من الناحي الفنية جيد اتنشر ونص الف متفرج هنا واثنشر ونص الف متفرج هنا تحكيم من المفترض ان هو هيكون من النخبة في اوروبا وبالتالي ده جاي مش عارف حد جاي مش عارف حد مش عارف الوان وهو بالتالي اعتقد يعني ان هو هيبقى تحكيم عادل وبالتالي فنيا الدنيا هتبقى ماشي بشكل جديد دي مهمة جدا جدا لان هو الشعار الكورة دلوقتي والاتحاد الدولي الفير بلاي صحيح الفير بلاي بقى في كل حاجة تحكيم عادل مش بصص التوازنات ولا احتواءات ولا الحاجات القديمة اللي كانت مجننانة دي جمهور طالما انا جمهوري قادر ييجي بكميات كبيرة ما بقولش انه بقى اكتر من المنافس بتاعي بس على الاقل العدد ده لازم بقى العدد ده مش زي ما شفنا وانت نوهت كتير في الحلقات اللي فاتت على موضوع العدد العدد كلنا وقودين بقىنا بصراحة حد يتخنا بقى اتحك بصراحة يعني اقول لك اصلا حد طلع عال كده ايه اصلا هو ده الجمهور بس اللي راح بتاع النادي طب انتوا كده بس قولوا احنا فاتحين المجرج للنادي القاة هتلاقي ناس وقفة برا هتحطوا لهم شاشات برا للاستاد فهو لما يكون في عدل في حاجات كتير جدا جدا اكيد الاعصاب بتبقى هادية في الملعب مفيش حد بيقى عليه ضغط لان الحاجات دي اكيد تفز اللعيبة تفز الجمهور تفز الناس كلها فهي دي اللي بتعمل مشكلة احمد انما لما بيبقى الجو العام معتادل وعادل في كل حاجة وليك انت حرية ان جمهورك يبقى موجود ويشجعك بتلاقي حكم عادل على الفرقتين بنفس المكيال ونفس القصة انت متوقف انت بقى على شغلك ومجهودك والخطة اللي انت نازل بيها بالشغل نفسك والتوفيق بتاع ربنا ولو كسبت خير وبركة وانت تبقى نمرة واحد لو لا قدر الله خسرت برضو تبقى طالع نفسيا عارف ان انت متظلمتش في حاجة وبالتالي ان شاء الله نشوف مباراة من الناحية الفنية كابتن احمد تليق باسم الفريقين اكيد طبعا وباسم مصر قبل اكيد اتجول عام طبعا المباراة واكيد شوفنا مباراة كترة في الامارات بيبقى الشكل حلو جدا كان جمهور النادي الاهلي و جمهور النادي الزمالك بيعتبر احتفالية لنهاية موسم وبتشوف الناس طلع هنا من مصر رحلات كبيرة جدا بيعنظمها اذا كان نادي الاهلي و اذا كان نادي الزمالك شكل الجمهور بيبقى حلوة تنظيم المباراة نفسه بشكلها حلوة وتصوير نفسه كل حاجة في المباراة بيبقى حلوة تتمنى ان شاء الله اداء فرقيتنا في المباراة يكون على المستوى اللي احنا بنتمنى يقدوا اللي عليهم و نشير زي ما قلنا كابتن نشير الدغوات من عليهم يقدوا اللي عليهم و الماكسة ده بتاع ربنا انت ربنا لو رايد لك هنلعب من زمان وناس اجيال كتيرة جدا نسمع الكلمة دي اعمل اللي عليك و سيب نديجة تاعت ربنا اللعبة بتاعتنا تعمل اللي عليها ان شاء الله يكون التوفيق حلفنا في المباراة دي و نقدر نصالح جمهورنا و المجمهورنا يكون مبسوط ان شاء الله يا رب ان شاء الله كابتن حشيش برضو لو انت موجود هتتوجه كلامك او هتتوجه رسالتك بقى لللاعبين و الجمهور و الجهاز الفني لنادي الاهلي ازاي الجمهور طبعا مش هقدر اقول حاجة لان الجمهور النادي الاهلي واعي جدا و عارف هو بيعمل ايه بشجع النادي الاهلي من قبل المباراة ما تبتدي و في التسخين و طول الحقيقة المباراة بشجع سواء الاهلي كذبان او محادث او لقدر الله خسران النادي الاهلي جمهوره تعودنا ان هو حتى بعد المباراة كانت النتيجة هو داعم للنادي الاهلي و بشجع النادي الاهلي لعيبة زي ما قلنا تعليمات تتحفظ جيدا يبقى فيه تركيز كبير جدا من اللعيبة في الملعب الحماس زي ما قلنا الحماس والقوة مع ضبط النفس والهدوء و يا ريت طبعا والاهم من كده فيه برضو عناصر في الفرقة عناصر خبرة ماتشات دي برضو محتاجة خبرات فيه ناس اول مرة تلعب ماتشات اهلي و زمالك محتاجة دعم من الناس الاجبر والناس الخبرات انها تتكلم باستمرار اللعيبة لازم كلها تتكلم وتكلم بعضها الكلام ده بيفوق ما بتحسش ان انت في وادي والعيبة اللي جنبك في وادي اسلام لا لما انت بتكلمني و انا بكلمك و بحفزك لو حاجة غلط حصلت و الحاجة بشجعك عشان اللي جاية هنكسب رجالة الدنيا كويسة نلعب حتى لو واحد نسي او واحد نسي حاجة قالت له من المدرب ما هو المدرب في المحاضرة بيقول الكلام قدام الناس كلها فالناس كلها عارفة القصة فلو حد مثلا اندفع شوية في الضغط الهجوم و احنا المفروض نلعب ثلاثة ربع ملعب الضغط او في نص الملعب لازم افكره لازم اقول له لان احيانا برضو انا ما ببقاش مركز مع المدرب بتاعي من بره ما فيش حد بيلعب و يباصل المدربه اللعيبة اللي في الملعبه ده دور كابتن الفرقة و دور الناس الكبيرة لان كابتن الفرقة ده ممكن زي مثلا في حالة النادي الاهلي الشناوي اخر واحد و اقرب مش هكلم واحد قدام مش هيعرف يجيبه فاقرب واحد ليه من الناس الكبار لازم يتكلم مع بعض لازم نتكلم مع بعض و نشد دايما من قذر بعض و نحمس اللعيبة و نلتزم زي بقولك الاتزام لان برضو موراة الزمالك ألف بيه فيها مكسب هو الالتزام التكتيكي مية في المية صحيح ان شاء الله يعني المفقين يعني اللعبين بقى كابتن اللعبين يعملوا ايه ولا تقولهم ايه برضو لا يعني برضو عشان يعني زي بكابتن أحمد قال كده عايزين نشيل الضغط من على الشباب ده شوية لانه احنا طبعا على طول علينا الضغط و علينا حاجة ولكن في النهاية اللعبين دول هم الأدوات اللي بتتغير حاولهم كلمة واحدة بس متيجة من الخبرات أهل و زمالك اي اللعيب فيهم عايز يعمل مجد المجد بيتبني قابل بطولات و كل حاجة بس ضمنها الأداء الكويس قوي في مبارات القمة أهل و زمالك الناس بتبقى فاكرة إسلام فاكر ماتش بتاع ألفين و اتنين إما كسبنا كذا إسلام عمل ماتش كذا كان له دور كذا فمهم قوي انك تصنع مجد للفرقة بتاعتك الأول وبعدين ليك انت تاني حاجة زي ما بتقول المبارات دي بالتحديد المكسب فيها مهم جدا لان مكسب ببطولة ببداية موسم بانتهاء فترة كانت صعبة فكل واحد فيكو برضو لازم يبقى هادي من جوه يدي ثقة لنفسه واللعيبة اللي حواليه اللعيب كمان في الماتش بتاع الماتشات الكبيرة جدا و ضمنها أنا عن نفس كده كنت بحب جدا نلعب ماتشات الماتش أهل و زمالك لأنه مفهوش لعب عشوائي بيبقى فيه تكتيك و بيبقى اللعيبة حركاتها معروفة و محدش بيلعب عشوائي أكتر حاجة دايقك أنت كلعيب أن تلعب فرقة عشوائية تبقاش عارف تعمل ايه تروح الانتجاه الصح تغطي في الحتة الصحة فعايز أقول الماتشات دي على قد أنها بتبقى مهمة جدا جدا إنما بتبقى سهلة في الأداء لو أنت ابتديت الماتش بسهولة وسهلت على نفسك سهل على نفسك في البداية إلعب كرة جماعية مع الفريق عايز أقول نقطة أخيرة بس لحظتها خلال المباراة اللي فاتت الناس يا جماعة الجمهور عارف كل اللعيب في النادي الأهلي سواء قديم أو لسه جديد كان بلعب في حتة تانية لما أنت تلعب كرة لزميلك وهو اللي يجيب جون الجون ده يتحسب لك قبل ما يتحسب لزميلك لأن شفنا المباراة الأخيرة كل واحد عايز هو اللي يهدف عايز هو اللي يهدف فدي برضو بتفرق بتفرق جدا عايز أقول لك المكسب وين تأخر المكسب حييجي طالما أنت مصمم وبتحاول أنك تضغط على المنافس هيجي حتى لو في آخر لحظة الجون لو جي في آخر لحظة وكسبت بتلاتة بونت لو جي واستمر لغاية آخر هو بتلاتة بونت فلازم تلعب كرة جماعية أقول لك دلوقتي مش نجم المباراة هو اللي بيهدف منشوف لعيبة واخدة ما نفزمتش عمل أسست صح كان هو وجون بس عشان يضمنها صح ويتبقى مضمونة يلعبها الأقرب واحد يكون موقفه أحسن منه يحطها في الجون فعايز أقول أن المكسب في الآخر هيعم على الناس كلها مهم جدا كابتن الصبر الصبر في المبارا وعدم الاستعجال ومهم جدا كابتن نقطة أن أنت ما تعوضش يعني ما تعوضش لما بتكون خسران بطولة وداخل عشان تعوض بتخسر لا لازم يكون في توازن في اللعب لازم ما بقاش مستعجل لما بتكون خسران ونازل المباراة اللي بقى تكدوه عايز تكسب فمستعجل استعجل المكسب ده مشكلة قدام ما بتلاعب المنافس التقليدي بتاعك مهم جدا الصبر مهم جدا التوازن بين خط الظهر ونص الملعب والهجوم الربط بين جميع الخطوط ودي طبعا ظهرت الربط ده في المباراة اللي فاتت والجابهات اللي بنشتغل بها دلوقتي بقى في جابهات عندك ناحت المين وناحت الشمال ونص الملعب بقى عندك في فرص بتحصل في أوقات كتيرة جدا المسل المفات كانت فيه موتشات كتيرة جدا بتحصل وبنشوفش فيها فرص بتيجي اللي دلوقتي بتوصل وبتضيع وبتجيب أهداف كابتن حشيش تكلم في نقطة مهمة جدا اللي هي انقار الزهات في الحتة اللي قدام دي وأي حد بيحرز الهدف بتتحسب دلوقتي بقولك دلوقتي غير زمان بقولك عمل لعب كرة أحرز عشر الأهداف وجاب عمل اتنشر أسست كانش فيه زمان محدد بتكلم على الأسست دلوقتي الأسست دي بتخش تقييمك كلاعب الأسست دلوقتي بتخش تقييمك كلاعب فدي مهمة جدا العب دلوقتي بيفكر زي ما بيجي جون زي ما بيعمل أسست زي المدافع اللي ما بيشيل فرصة مثلا على خط الجونة كابتن ده كنه أحرز هدف حارس المرمى ما بيشيل فرصة برضو خطيرة دي برضو بطبع حاجة كنه أحرز هدف كل واحد دي دور بيشتغل في الدور اللي هو بيلعب في مكانه فيه أتمنى التوفيق إن شاء الله في كل واحد في مكانه نعم عايز أقول كلمة برضو أخيرة خالص إسلام بالنسبة ليه اللعيبة يعني عايزهم إن شاء الله يحلموا كده بالمكسب يا رب ويعملوا على المكسب ويشوفوا اللحظة اللي بعد انتهاء المباراة والحاكم صفر والنادي الأهلي كذبان إن شاء الله يشوفوا مدى السعادة اللي هتبقى موجودة على جماهير النادي الأهلي في الإمارات وطبعا اللي هتبقى موجودة هنا في مصر وبعدين عايز أقول لهم اللي احنا جربنا الكلام ده كتير قوي انتوا بتخلصوا المطش وترجعوا على مصر صحيح إنما اللي عادين هناك فيه منافسة وفيه كلام وفيه حاجات كثيرة وبيبقوا مستنين يعني بقى لما الأهلي ييجي مرة تاني يعني فأنا عايز أقول لهم الحاجات دي كلها فكروا فيها إن شاء الله بإذن الله المكسب يبقى حالقنا يعني إن شاء الله شكرا جدا يا كابتن حنيش على وجودك معنا شكرا جزيلا يا كابتن أحمد على وجودك معنا أنا بشكر حضراتكو شكرا جزيلا إن شاء الله إن شاء الله يوم الجمعة القادم نشوف مباراة تليق باسم النادي الأهلي وتليق باسم مصر أنا بشكر حضراتكو شكرا جزيلا غدا حلقة جديدة من البيت الكبير موسيقى موسيقى